عشان نفهم الانترفيس بين اليوزر وبين الديفايس لازم نبتل نتكلم على ازاي الهومنز بميلو بروسسنج للحاجات اللي حواليهم ازاي ان هو بياخد الانبوت و ازاي ان هو بيعالج الانبوت ده جواه وبعد كده في الاخر بيطلع الانبوت او بيطلع الانبوت او بيطلع الانبوت ازاي فعاما ممكن نلاقي الكلام ده موجود واضح في البيلوك دياجرام دوت عندنا الانبوت يبقى موجود عندنا هنا كاينبوت يبتدي اول حاجة اول جزء بيبتدي انترفيس معه هو جزء بتاع السنسوري بروسسنج السنسوري بروسسنج دوت معناه ان احنا دلوقتي لو كان الانبوت ده مثلا فيجو يبقى معنا كده هي انترفيس مع الهيرنج وهكذا بعد كده بعد جزء بتاع السنسنج سنسنج ده مجرد بس احنا بنحس ان فيه حاجة موجودة بيجو يخش بعد كده جزء بتاع البرسابشن البرسابشن معناه احنا بنفسر بعد كده الحاجة دي هي عبارة عن ايه يعني احنا دلوقتي بنبرسيف الحاجة اللي قدامنا دي مش هي بالضبط نفس الحاجة اللي احنا هعمل لها سنسنج لا اكشو ممكن البرسابشن ده يبقى داخل فيه باك جراند بتاع الشخص نفسه يبقى داخل فيه بعض العوامل اللي ممكن هي تأثر على الانترفيتيشن بتاع السنسوري انفورميشن ديت وهكذا بعد كده بعد كده بعد ما خلاص عملنا برسابشن لسيميلس اللي موجود دوت نبتدي بعد كده نعمل ديت وتكون ديت بتبقى معناها انه دلوقتي باخد الحاجة اللي انا يعني في الاخر اقتناعت انها موجودة او حاستونها موجودة اوكي ببتدي بعد كده اشوف ال이�лиз Pfother يبقى اعمل ازاي بيبقى اوكي او بعد كده مفاستร اول هي معناها ايه وبعد كده بفسر انا مفروض ان انا اعمل ايه بعد كده بناء على الحاجة اللي بتحصل هنا دي ببتدي اعمل response processing انا مفروض هعمل ايه بعد كده وده اللي في الاخر بيطلع لي ال output طبعا ال output اللي بيطلع ده بيبقى برضو فيه feedback جاي من sensory processing كده بحيث ان هو يقول لي ال output ده في الاخر اذا كان فيه حاجة مش مظبوطة ممكن ان انا احس بيها في feedback loop هنا كده بحيث انها في الاخر to optimize the response دوت بناء على الجزء بتاع perception information processing اللي موجود دوت طبعا في عندنا عدد كبير من حاجات اللي في ال flow diagram دوت ممكن نتكلم عليها زي vision زي hearing او speech زي sensation زي information processing والmemory زي human response capabilities زي human versus machine trade-offs اوكي اول جزء هنتكلم عليه هو الجزء بتاع vision او الابصار هنتكلم فيه اول حاجة على visual threshold ال visual threshold ده ال definition بتاعه اللي هو ال minimum light level in which an object can be visually identified يعني احنا دلوقتي محتاجين ان احنا يبقى في عندنا نور قدقية علشان نقدر ان نقدر ان نبص عليه نشوفه بشكل واضح طبعا في عندنا نوعين من الابصار واضحين جدا ومعروفين جدا في الجزء بتاع vision في حاجة اسمها rod vision في حاجة اسمها coin vision ال rod vision ده most sensitive to shades of black and white وده بيستعمل عادة لل dark adapted eye لو بتكلم مساء على دلوقتي لو انا مساء في عندي low night light في sleeping patient room يعني فيه عيان نايم في قططهم بس حطينه بس حاجة زي اللمبة صغيرة كده بدوء خافت يعني في القوضة فممكن ساعتها يبقى vision بتاعنا dominated بال rod vision طبعا بنسمى ال rod vision عشان هي مبنية على ال rod اللي موجودة في ال retina ودي نوع من السنسورز موجودة دي بتبقى sensitive اكتر لل shades of grey او shades of black and white يعني وبعدين بتبقى most sensitive في الجزء اللي بيبقى فيه light بيبقى فعلا قريب قوي ان يكون مش موجود ودي طبعا بتبقى لا sensitivity عالية جدا وبرضو يعني ممكن احنا يعني نميز حاجات بيها بس ما نقدرش نميز الوان كويس عكس كده بقى ال cone vision اللي هو قايم على ال cone sensors اللي موجودة برضو في ال retina بتبقى sensitive to color يعني color perception بيبقى دايما جاي من ال cone vision ودايما بي operate best under higher light levels يعني لما بتكلم على ان انا شوف حاجة بألوان واضحة لازم اتكلم على ان ال light levels بقى عالية ما ينفعش ان انا شوف الوان في حجرة مثلا بيبقى فيها ال light بيبقى very dim ممكن كلنا ناخد برنا من حاجة زي كده لو احنا داخليه مثلا في اوضة مثلا والاوضة دي مضاقب شمعة بالليل هنلاقي ان احنا الحاجة اللي حوالينا كلها ما بدارش نشوف الوان كويس نقدر نشوف الاشياء او كل حاجة بس بنشوفها بدرجات اك اننا بنبص على حاجة ابيض واسود كده ما بدارش نشوف الالوان اللي موجودة في الاوضة طبعا مثال الكون هي الكون في الوان في الوان ان يجب ان يكون فيها ضوء قوي لان الطبعا لازم يكون شايف كويس اوه يعمل ايه فده طبعا مثال الكون هي الكون في الوان في اوضة العمليات من الحاجات المهمة جدا ان احنا كلنا بنبص عليها احنا في حياتنا العملية يعني بنسبة للفيجن هي الفيجول اكيوتي دي بيبقى لها نوعين نوع استاتيك نوع ديناميك والستاتيك معناه ان انا ببص على حاجة ثابتة لما ببص على ديناميك بتكلم على حاجة متحركة فطبعا ممكن احنا ببص عليها ان ترمز اف مينيوم ديستنجوشبل اوبجكس يعني بتكلم مسلا على الديتيلز بتاعة مثلا حاجة اللي احنا بنعملها عند ايادة الطبيب العيون فبتكلم على حاجة زي كده ان انا بديتكت الاتجاه بتاع الحرف دوت طبعا لو انا ما بقدرش عمل ديستنجشن بتوين الاسنان بتاعة الحرف دوت وما بقدرش عارف الاتجاه بتاع الحرف نفسه فين فتا طبعا واحدة من الحاجات اللي احنا بنشوفها عمتنا في حياتنا العملية بالنسبة للجزء دوت في حاجات تانية بتبقى بتبان قوي بالنسبة للاطباء مثلا لو انا عايز اعمل التفاديج الاسباط في حتة فيها مثلا شوية ديتيلز مثلا فدي بيكال على الميلمان برسببت بال يعني البرسببت بقى بيخش معنا في الجزء دوت وبيقول لنا ازا كنا نحنا نقدر بفيجر اكويتى اللي عندنا دي نقدر احنا ندتكت ليجن او ندتكت سبط في جزء من الصورة والجزء من الصورة ده ممكن يبقى الاختلاف بينه وبين التي صغير بكلم برضو عن الميلمان بسيباربل يعني أو بديكس بكلم على التكشن مثلا ممكن اتخيل دي موجودة هنا باردو ستيل في الفرقات بين الثلاث أسنان الموجودين هنا دول يعني باشوف اذا كنت هادر اشوفهم ولا لا طبعا كل ما نزلنا تحت كل مكان اصعب او ممكن اعملها بتاست تارجت مخصوصة عبارة عن بانزوف وايت ان بلاك كده بالشكل ده كده ونشوف الاسبجيك ممكن يبص لغاية فين ويشوف الديتكشن باتوين اللاينز دي واضح وممكن بردو ناسهب اللي حاجة اسمها ستريسكوبيك اكيوتي معناه ان انا عندي تو ابجيك بالشكل ده والتو ابجيك دول سيباريتد في الدبث يعني مهماش على نفس الدبث ونشوف الاسبجيك بتاعنا هيقدر نشوفهم امتا ان هما على نفس الدبث وامتا مختلفين كل ما كان عندنا يقدر نعمل ديتكشن هما مختلفين بفروقات صغيرة في الدبث كل ما كان طبعا حاجة احسن بكتير كل ما كان الاكيوتي عندي بتبقى احسن دي لا علاقة بالثري دي فيجن لازم اللعنين اللي اتنين يكونوا ا اتكلم مع الحاجات الثانية اللي احنا اتكلم عليها سوفور بتبقى العين الوحدة يعني بقيس كل حاجة من دول العين الوحدة في حاجة اسمها يعني برضو دي لا علاقة بيننا اقدر نتكت فروقات بين خطوط وبعض يعني اذا كان مثلا في الخط ده الخط ده عن بعض هلا اقدر نتكت ولا لا ولا اشوف ده خط واحد ثابت يعني هنا مثلا هما كلهم زي بعض مفوضي يبقى شكل الباترن عامل كده بحرقا شواء زغيرين شواء زغيرين كده بحيس ان انا شوف الديتكشن بتاع انهم اختلفوا امتا وده بيحددي برضو حاجة بسميها ودي حاجة مهمة برضو عشان نقدر نحكم عليها او نحكم بيها على دقة الابصار بتاعنا في امثلة بقى للفيشا اكيوتي ممكن احنا اخدها مثلا امثلة باوزيتف امثلة نيجيتف مع كزا فاكتور ممكن يؤثر لنا على الايه على الموضوع ده يعني لو بتكلم مسلا على الفاكتور بتاع الانوبينيشن لو انا بتكلم عن انا بشتغل في برايت او بشتغل مسلا فضوء النهار مسلا فرضا ده طبعا بالنسبة لي بقى باشوف كويس يعني ما فيش اي ح الحاجة حوالي ممكن تعوقني ان انا اشوف الحاجة اللي وديك كويس يع estem ا PUDI questioned owning أحسن وهي افكار surface الجهاز ي enact او فيه حاجة تطلب نور عالي وعمل رفلكشن او لمعان مثلا من الحاجة اللي بتبقى لها يعني هاي لايت انتنسي دي فدي طبعا بتاوقني ان انا شوف الحاجة دي لو انا ببص على حاجة ازاز عمونا على اي شاشة عموما وفيه جلير من اي حاجة يعني فيه لمعان من اي حتة او فيه رفلكشن من اي حاجة لها برايت لايت يعني كاركتر كده بما بقدرش ان انا شوف كويس فهنا الاتنين بتكلم على ان برايت لايت هنا ساعدني وهنا بالعكس هنا ما ساعدنيش لو اتكلم مثلا على مثال تاني مثلا object contrast with background لو انا مثلا فرضا عندي الديس بلاي بتاعي عرض لي ارقام بالاصفر على مثلا background لونها اسود جهت تبقى اضحة جدا انما لو انا عرضتها بارقام يعني برضو اصفر على background لونها ابيض هيبقى صعب جدا ان اشوفها الحاجة لو اتكلم مثلا على say مثلا الموفمينت اوكي لو انا بتكلم على الموفمينت بتاعي الاوبجيكت لو انا بتكلم على ان انا عندي ببص على شاشة ثابتة اوكي غير لما ببص على الشاشة بتعمل فيبريشن يعني لو انا بتكلم على ان انا في ambulance والambulance يماشى في الشارع وتهتاز طبعا نتيجة للطبع حالة الطريق نفسها فمعنى كده لما انا بكون باشوف حاجة او بقرة حاجة من على الشاشة والشاشة دي بيحصلها فيبريشن يبقى معنى كده ان انا بيبقى عندي صعوبة ان انا ادتكت الحاجة اللي انا عايز اعملها او ال visual acuity بتاعتي بتبقى اقل لما بتكلم برضه على ان انا يعني مثلا dark adaptation dark adaptation دي لما بتكلم مثلا على ال possible example لو انا بتكلم على ambulance driver reading read gauges while driving at night يعني انا دلوقتي لو واحد بيسوق بالليل مثلا وعنده في التابلوب بتاعه في عنده الارايات بتاع العدات بتاع السرعة واباية العدات التانية اللونها احمر منورها بلون احمر في الظلمة يبقى معنى كده تكون واضحة جدا انما لو بتكلم على ان انا دلوقتي بتكلم على يعني فيه بيحاول ان هو يبص على مثلا حاجة patient room يعني find the central line in a darkened patient room after entering from a brightly lit hallway لو بتكلم مثلا على ان انا يعني جاي من مكان ومكان ده النور ودخلت في مكان دلوق فيه خافط بيبقى عندي فترة كده ما بقدرش شوف فيها كويس فدي مثال ان انا ال dark adaptation بالنسبالي ساعات بيبقى العكس يعني في مثال ببقى يعني ال dark adaptation ده بيسعيد ان اشوف الحاجة احسن وفي مثال تاني لما اكون جاي من bright light لا ال dark adaptation ده بيديني فترة كده او بيخلي فيه فترة كده ما بقدرش اكون شايف فيها كويس دي كلها امثالة بتورني فيه فاكتورز كتير الحقيقة بتغييرلي في الفيجي الأكيوية تي ولازم اكون واخد في اعتبار الفاكتورز في الحسبان وانا بصامم الجهاز بتاعي عشان ابقى برضه ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لليوزر ان هو يستعمله بشكل صحيح واحدة من البرامترز مهمة جدا في الفيجي هي طبعا كلنا عارفين ان في بعض مهمة او راقص للعارفين الميوبية مثلا الصورة 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 الميوبية الآخر من النظر العادي الأشخاص العاديين الآخر من النظر السن يفترض لنظارة قراءة يأتي نتيجة الـ Aging ليس نتيجة الـ Adaptation وفي أستيجماتيزم ولديه الرائط في الـ Eyeball بحيث أن يكون هناك صعوبة للـ Focusing على الـ Eyeball هذه كلها علاقة بأنه سوف أستطيع أن أصدر الـ Focusing على الـ Retina وأنه تعمل الـ Focusing مظبوط كل مكان الابتجيز يجب ان تشاهده بشكل شارب يعني يمكن ان تشاهده جنبه شيء يمكن ان تشاهده الاثنين بشكل مختلف لما لو كنت مثلا فار سايتد بيبقى عادة ان الشكل بتاع الايبول بيبقى حاجة بالشكل ده يبقى معنى كده ان الانس نفسها تتفوكس على حاجة وراء الرتنا فمعنى كده لو بسيت هنا لقى الاسبوت اللي كانت عبارة على النقطة بقيت اكبر من نقطة بقيت حاجة كبيرة بالشكل اللي ها نشاه فيه هنا عكس كده لو كنت نير سايتد بيبقى شكل الايبول بيبقى حاجة بالشكل ده كده الفوكسينج بيتم الحاجة قبل الرتنا في مكان قبل الرتنا فبرضو نفس الكلام بيبقى الاسبوت اللي موجود عندي بتبقى المشكلة بتاعته انها بتبقى برضو لحد ما يعني كبيرا ما بقداش نشوف الحاجات القريبة بشكل كويس فأموما كل العيوب دي الحقيقة طبعا ممكن تأثر معايا لو انا عندي السابجك بتاعي او اليوزر بتاع الجهاز بتاعي بيعاني من واحدة من الحاجات دي اكيد هتفرق معه وبيستعمل الجهاز يعني في بعض الحاجات في الجهاز لازم انها تتعامل بشكل مختلف بحيث انها تأخذ في اعتبارها الكيس فزي ما بقول ده بيضطر الناس انها تتعامل التكس سايز والامج سايز ونعمل هاير كونترس عشان ما يبقى شفي عندنا تأثير جاي من العيوب الابصار دي وده بنتكلم على ان يعني ناخده في اعتبارنا في الليبلز يعني اعطينا الليبلز على المكنة على الديس بلايز لو احنا عندنا شاشة وبنعرض عليها معلومات لو احنا عندنا حتى ريتين دوكومنتيشن عندنا مثلا مانيوال او حاجة كده برضو نفس الكلام لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا كويس فهنا نفس احد في اعتبار موضوع الكمجيب ان ذا واحد عن اعتبار ذhen اعطاؤي ان اعتباري جزائي السياس فحتى مثلا ال übersد ينتظر تبه العوض ان اعتبار التكاري وطير اعتبار اعتبار عرب وديته بتحديث قبل التائ Hangover الليبلز يعني فعل شرام اعتبار هذه الشرطت في اعتبار أي خارج لا اعتبار بيبقى عنده مشكلة ان هو الحاجة القريبة ما يقدرش نشوفها كويس فدي برضو واحدة من الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ولازم نخلي حجم الكاركترز اللي احنا بنعرضها على الشاشة اللي بيبص عليه حد من مسافة قريبة يبقى كبير كفاية عشان حاجة زي بريس بيو بيو ما تقصرش عليه واحدة برضو من الحاجات اللي بنوصف بيها الفيجن بتاعنا هو حاجة بسميها الفيجن انجل او الفيجوال انجل ودي بالظبط بتتحس بالشكل احنا شايفينه هنا ده بالجومتري ده بنعتبر ان الاسنتر بتاعه الابكس يعني الرأس المسلس دوت موجودة سبع مليمتر بيوند الفورموسط بارتوف دي كورنيا يعني اول جزء في العين بتبتدي قابل اللايت ده بناخد سبع مليمتر وراه ويبقى هو ده الابكس بتاعنا ده هو ده رأس المسلس ده ومنشوف بعد كده بنرسم المسلس ده للأوبجك بتاعنا هذا المسافة هي عبارة عن المسافة من العين لغاية الـ object نفسه بلاس 7 مليمتر طبعاً واضح لنا انه مسلس قائم نتكلم عن ان تاني العين هي عبارة عن المسافة على A المسافة تادي محلقة الانجل بتاعتنا اللي هي A Arctan A بتسبب Arctan S Note على D Note فديه طبعا بنادر نحنا نبص عليها بشكل واضح ونقدر نحسابها بشكل واضح لأي أبجيكت فعاماتا لو احنا بنتكلم مثلا عن احنا نقرأ English Text الناس لقيت انه لازم الانجل تبقى من 20 إلى 22 minutes of arc طبعا 1 minute of arc is 1 over 60 من الدجري من هي دجري بتاعت اللي هي الانجل يعني فلما بتكلم على المارجنمي بنتكلم من 16 إلى 18 المنموم بقى اللي هو Threshold of Detectability أو Readability ده بتكلم على 12 minutes of arc يعني ما ينفعش الانجل دي تبقى صغيرة انها تصل لغاية 12 أقل من 12 او 12 أقل من 12 بيتكلم ان هي صعبة ان احنا نشوفها 12 دي معناها ان الانجل دي الـ Object Size مثلا هنا مثلا لو 24 هنا يبقى بتكلم أو 22 هنا يبقى بتكلم على 12 مثلا حدودنا تبقى هنا يبقى معنا كان الـ Object Size نفسه أصغر بكتير فلازم اخد في اعتباري لو انا بتكلم مثلا انا هعمل ديسبلاي معين لازم اخد في اعتباري ان الانجل بتاعت الـ Viewing بتاعت التكست دوت تبقى في الحدود اللي مفروض تتخلي هذا اليوزر يبقى مستريح اللي هي في الـ Preferred Range علشان يقدر ان هو يشوفها بشكل واضح ولا يبقى في عنده اي مشكلة ان هو يقراها من غير تأثير العيوب الإبصار بعد المرحقة في الـ Vision في عندنا جزء الـ Perception هذا الـ Visual Perception ده لوقع عامل كبير جدا علشان في بعض الحاجات بتتأثر جدا جدا به فاول حاجة لو نتكلم على Distance و الـ Perceived Size او الـ Perspective عموما هنلاقي ان الـ Object بتاعنا كل مكان بعيد كل مكان او لو هو نفس الـ Size او نفس الـ Visual Angle هي هي وكان ابعد يعني بالـ Geometry ده كده لو انا بـ Perceive الـ Object A دوت ان هو ابعد يبقى معنى كده هشوفه ان هو اكبر او ها Perceive الـ Object ده ان هو اكبر حتى لو نفس الـ Visual Angle هي هي يعني مثال مثلا احنا كلنا بنشوفه لو احنا بنبص على الشمس والامر مثلا الامر بنلاقي ان هو حاج مؤثر بكتير جدا من الشمس وممكن ان احنا نشوف هم اتنين بنفس الـ Angle بس طبعا لما نبص على الشمس او الامر بنعرف ان الشمس اكبر بكتير من الامر ده نتيجة لان احنا عندنا احنا عندنا Perception ان احنا عارفين ان الشمس ابعد بكتير فعشان كده ان احنا عارفين ان الشمس ابعد بكتير فعشان كده لو اشوفها حتى بنفس الامر هي 0.5 ديجريز ببقى برضو عارف ان هي الحجم بتاع الامر اصغر بكتير من حجم تاع الشمس في بعض الحاجات بيبقى يعني بنعمل حاجة اسمها distance misperceptions يعني في بعض الاخطاء في الperception بتاع او الاستقبال بتاع distance نتيجة لبعض الحاجات اللي هي بتوحي ان الحاجة دي ابعد يعني ممكن مثلا انا يحصل لي confusion لو في عندي رسمة بالشكل ده كده الدايرة دي والدايرة دي لو انا قلت الناس اني واحدة فيهم اكبر هلاقي معظم الناس تقولي ان الدايرة دي اكبر الدايرة دي اكبر اغم ان هي الدايرة دي هي نفس الدايرة دي ان فيش اي اختلاف الا ان انا يعني الشكل ده كده بيديني اكن الperception بتاعي ان هنا الدايرة دي ابعد فمعنى كده انا بperceive اتنية اكبر اوكي نفس الكلام بالنسبة الهنا برضو الجيومتري اللي موجود هنا يحيلي ان السيلندر دي اكبر من السيلندر دي بس action هما اللي تين نفس الحجم بالضبط ده علشان دي perceived ان هي distance بعضها شايفين هنا كده وال distance دي هنا كده فمعنى كده ان انا لو دي نفس الحجم بتاع دي او نفس الانجل بتاع دي انا استلبى perceive الكلام ده ان هو نفس الايه نفس اللي هو يعني رغب ان هو نفس الانجل بشوف ان الحاجة اللي دبت بتاعها اكبر بشوف ان هي اكبر اوكي فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي لها علاقة بالperception يعني ما هياش حاجة physical ونقدر ان احنا نغيرها لا ده background بتاع البني ادم من الخبرة بتاعته اللي هو في الحياة بقى من قبل كده هو دايما بياخد الحاجة الابعد ان هي دايما بتبقى اكبر لو نفس الانجل فدي حاجة لا علاقة بالinterpretation بتاع الفيجن ما لهاش علاقة بالفيجن نفسها الفيجن نفسها هي الاتنين اللي يقوم نفس الانجل فلولي يقوم نفس الانجل فلولي يقوم نفس الانجل مفروض ان يبقى ادى بعض انما لو انا ببرسبت ان هي بدبت اكبر لو واحدة فيهم يبقى معنى كده على طول ان ده الحجم بتاعه اكبر مش مش نفس الحجم بتاع الابجيك القريب ده الحقيقة ممكن ان تكون بقى مفكر في ان احنا ناخده في اعتبارنا في الحروف يعني مايجي نكتب مثلا الحروف بتاعتنا هنعرفين ان في عندنا الحاجة اسمها font size بنشوفها طبعا عندنا لما حد بيجي يكتب على word او اي حاجة من الحاجات الword processing دي يعني بيكلم على تمانية على عشرة اتناشر حاجات زي كده دلوقتي عايزين بقى نربط الحاجات دي بايه يعني هل احنا فعلا نقدر نربطها بالكلام اللي احنا تكلمنا عليه ولا لا فبداياتا احنا متعودين ان احنا بنتكلم على ان 20-22 minutes of arc ده يطور مريح فدلوقتي لو انا فاضلا عايز اعمل الابل وعايز الابل ده يبقى مقروق فدلوقتي عامله ازاي فهلاقي عندي فيه تابل كده لطيف جدا في الـ recommended reference جايب لي reading distance و ايه اللي reading distance دي لو انا عايزها بالـ inches تبقى كام وعايز الـ visual angle still تبقى 24 عايز الـ font size يبقى كام والـ font size ده بيبقى طبعا له يعني size بالـ inches بيبقى موجود بس انا طبعا متعود اكتر على الـ font size اللي هو زي ما احنا بيشوفه في الـ word كده فبتكلم مثلا على يعني ممكن ان انا لو انا عاوز اي distance معينة وعايز ان الـ visual angle تبقى في range اللي انا عايز لو انا عايزها preferred ومسلا بقى اخدها 22 مثلا لو عايزها تبقى يعني acceptable اللي هي 16-18 ماشي ممكن احطها برده واشوف الـ font size ده مكام فعندي الـ table ده ماشي من 24 لغاية 12 لغاية الـ minimum لغاية threshold اوكي فممكن ان انا احدد بالضبط حجم الـ font بتاعي عامل ازاي وده يقدر يقول لي بالضبط لو انا استعملت الـ font الفلاني هيبقى مقروء من distance عامل ازاي يعني distance add a لو انا زدت عن الـ distance دي لو انا فرضا هنا باشوف font 8 من distance 120 انش كويس يبقى كده معنا كده انا اكيد مش نشوفه كويس اوكي لو باشوفه من distance 16 ده ده يبقى يعني يتبقى كويس قوي اوكي فعنتا المسافة او font size اللي هو بالـ points ده اللي انا بنشوفه في الـ world ده بيبقى defined ان هو character height بالانشز على الرقم ده اوكي والcharacter height ده by definition احنا بناخده ان هو عبارة عن distance distance بعدنا على 57.3 اوكي ده definition بتاع ايه بتاع الـ character height بتاعنا بيسوي كام يعني انا لو فرضا عاوز اشوف الحاجة على distance مثلا say one millimeter اوكي فباسيكلي يعني باخد one meter دوت بكلم على distance one meter one meter و minute of arc زاوية اللي انا عايزها اللي انا عايزها كويس وقسم على 57.3 60 وده يدين الـ character height المضبوط اللي انا مفروض ان انا استعمله ومن الـ character height ده اقدر اجيب font size بيسوي كام فعامتا ممكن بالـ equation دي مش محتاجين الـ table بقى من الـ equation دي نقدر نحنا نـ plug in اقام بتاعتنا اللي هي distance اللي احنا محتاجينها و الـ minute of arc اللي انا محتاجها هي visual angle بتاعتي بتسوي كام ومن الـ 2 دول اقدر انا جيب ايه؟ من الـ two equations دول اقدر اجيب من font size بتاع بيسوي كام في عندنا برضو واحدة من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الـ vision الـ illusions ودي حاجة من الحاجات اللي احنا فعلا يعني في حاجة كتيرة مبنية عليه بس خلينا نكلم اول حاجة على الـ common visual illusions اول واحدة هي الـ parallax error الـ parallax error دي بتكلم على apparent change in the position of an object such as a meter reading because of the change in the observer's line of sight يعني ببص منين؟ انا هنا لو عندي ميتر وهنا في عندي مراية هنا كده موجودة في الميتر دوت ودي منتشر قوي في كل الحاجات اللي فيها ميتر يعني المراية اللي احنا في الـ background لما ببص عليها من ناحية الشمال بيطلع للحاجة بالشكل ده كده لو بص عليها من ناحية اليمين بيطلع انها نفس الاراية بالشكل ده كده لو انا بصيت على المؤشر بتاعي فين؟ هلاقي هنا انه في مكان اوكي؟ وهنا في مكان تاني خالص يعني هنا مثلا شايفها مثلا 55 مثلا هنا وهنا شايفها 54 في اختلاف كبير حقيقة والاختلاف ده ممكن يبقى فيه خطورة كل مبعدة كمان كل مكان الاختلاف ده اكبر فعامتا في حاجة زي كده عشان الـ parallax error ده نحاول ان احنا نتجنبه لازم احنا بنبص على الاراية بتاع المونيتور احنا بنستعمل الـ reflexion بتاعها لتحت اللي هو بتاع الميرور دوت عشان الـ line المؤشر نفسه مع الـ reflexion بتاعه على الميرور لغاية لما يبقى الاتنين تحت بعض يبقى ساعتها بباصس بانجل مظبوطة يبقى الاراية بتاعتي ساعتها تبقى مظبوطة ماينفعش ان انا اخد الاراية اللي بالشكل ده لو هي عندي بالشكل ده فيه اختلاف بين ده وبين ده مهما قريت هيبقى الاراية غلط فلازم احط الاراية فوق بعض بالضبط يبقى باصس بزاوية 90 درجة او باصس بزاوية 90 درجة وايس الاراية بتاعتي بشكل دقيق برضه من الحاجات اللي برضه مهمة قوي اللي لا علاقة بالـ visual perception الـ perception of motion يعني احنا دلوقتي على التلفزيون وعلى الافلام بتاعتنا الافلام اللي هي بنفرج عليها الافلام زي ما احنا عارفين ما هيش دي عبارة عن perceived motion انا في عندي 24 frame 24 still frame يعني بكلمة على still frame يعني فريم سابت يعني صورة ثابتة والصورة الثابتة دي لو انا عرضتها بـ rate مثلا اعلى من 24 او كده انا بشوف الحاجة دي اكتنها بتتحرك اكتنها بتتحرك وشوف الحركة اكتنها سموذ اكتنها تتحرك انا بشوف ان هي يعني اكتن فيها فعلا حركة موجودة بس الحركة دي اكتنها مش موجودة انا بعرض صور والصور دي هو بيربط الصور دي ببعض ويقوم بتصوير الاطلاق عن طور دي او كده مثال على كده برضه اللي هي الفاي فينامون دي معناه ان انا الوقتي لو انا ببص على أشكل ده كلام انا كده يعني لو في عندي مثلا انتهتن انطلاح موجودة هنا لو انا عندي حاجة بتـ يعني بغير انا بقى انا واحدة في بنا بحصل اللي انا كده بيتهيال ان تتحرك اكتن في عندي حاجة بتتتحرك تقوم بعمل موشن هنا ليس لدي شيء تقوم بعمل موشن ليس لدي شيء تقوم بعمل موشن وهذا يمكن أن نرى مثلاً في الحاجات التي تبقى الزينات مثلاً في المحلات يمكن أن نرى مثلاً في لام صغيرة محطوطة أوربعضية وممكن أن تقوم بعمل النارة تغير بردو بسرعة بحيث أنها تهيالي مثلاً أن النارة يجري على هذه اللامبات فهذا أيضاً يعتبر واحدة من واحدة من الحاجات التي تبقى الزينات وهي حقاً ليس لديها موشن هي فعلاً الانتربيتيشن بتاع البني آدم هو اللي بيخليها كده أو البرسيبشن هو اللي بيخليها كده في بعض الأفكس اللي ممكن تحصل عندنا برضو مثلاً في حالة لما يكون عندنا فلكرينج لو أنا عندي لو أنا واحد قاعده دم مونيتور مثلاً والمونيتور دا بيحصل له فلكرينج لمدة أكثر من عشرين دقيقة فالبرسيبشن دوت بيعمل فيجول فاتيج وانوينز يعني دا علشان كده كان في ناس كتيرة جداً لما كانت السي ار تي مونيتور كاتهية اللي شغالة كفي ناس كتيرة جداً بتتعب من القاعدة قدام الكمبيوتر فترة طويلة دي علشان اللي موجودة دي نتيجة طبعاً سي ار تي هو فكرته نحنا بيبعندنا بيم يعني سكانينج بيم كده بيرسم لنا الصورة بتاعت المونيتور على الشاشة وده طبعاً بيفضل يريبيت كده طول ما احنا اللي محنا عادين قدام المونيتور فهو بيعمل فعلياً فليكرينج لايت احنا ممكن ما يكونش شايفينه او حاسين بالفليكرينج لايت دوت اللي هو لايت بيناور ويطفي بس اكشوالي هو سبكنشوس طبعاً الفريكونسي اتويتش قدام الفليش ويحنا بيناور ويطفي حيث سبكنشوس خريفة لو انا عندي نور بينور ويطفي ونور اللي بينور ويطفي احنا شايفين هو سابت دلوقتي القيام الفريكونسي اللي هو بينور ويطفي بيها والاحنا بنشوفه سابت ده بنسميها كريتكال فريكونسي دي الحقيقة مهم او اي لانه planned تسعمل في اطلاقات كتيرة وهي نفسها اللي هي دي يعزل مع ان احنا بنزود المربحه في التعيه وتقل مع الاسم مع اريك eldكات شمله predicted by flash الدولي هو في التواصل عن Dirty Cycle كل ما شاءت الDirty Cycle تزيد كل ما شاءت القيامتين ممكن أن نرى عن الأشياء التي لا تفهم لها ممكن تتمتع النظر صباح أو Working Monitor إذا نظر على إراية جهاز معين إراية 7-Segment Display عادة هذه 7-Segment Display إذا أخذتها ماشي فيها طول الوقت تستهلك كهرباء عالية تستهلك باور عالية فأنا دائما في الأجهزة التي تستهلك 7-Segment Display عادة هذه 7-Segments تبقى بطنار بشكل كده تنور وتطفي بفريكنسي عالية لكي أخذتها موجودة وتحاول تقلل لي قليلا بشكل كده ففعليا نحن نرى أنها ثابتة رغم أنها ليست ثابتة يعني مثلا لوحة تغيير العملات مثلا مثلا في البنوك مثلا دي بتبقى فعلا لو أنا صورتها بكاميرا سريعة شوية هشوف يعني ممكن نشوف أن اللوحة دي مطفية في وقت من الأوقات لأن فعلا هي بتنور وتطفي بس بريت عالي علشان يبقى في الآخر بانكروسامشن بتاعها هيبقى معقول لو أنا استعملت الكارنت اللي ماشي في اللاتز دي طول الوقت هلاقي إن الباور كونسامشن بتاعها هيبقى عالي جدا جدا وده مش هيبقى مقبول إن في الآخر يعني الكريتكال فيشون فريكنسي بيخليها نشوف الحاجة ثابتة وأنا أقدر أن أنا يعني في الحالة دي أنا يعني أقل للباور كونسامشن في الاستعمال فالكريتكال فيشون فريكنسي بيتفاري من 2 هيرتز لغاية 50 أو 60 للهيينتنسي لايت سورسس دي بتتاخد في الاعتبار زي ما بقول كده في الديس بلاي علشان لو أنا بأعرض حاجة والحاجة دي بتبقى بتطارب بشكل يعني ما هواش مستمر يبقى معنا كده لازم أميكشور إن الفريكنسي بتاعها يبقى إيه أعلى من كده علشان بقى إيه واحدة من حاجات اللي علاقة بالفليكرينج لايت برضو أو فلاشينج لايت هي الفوتو سنسي في إبيليبسي احنا حقيقة بكلم على يعني من حوالي 1-200 أو 1-300 من البريق أدمين يعني 1 من كل 200 أو 1 يعني حسب المكان نفسه يعني قون دي عبرج واحد من كل 200 بيبقى عنده من دول بقى في عدد قليل يعني بالنسبة مثلا 5% منهم بيبقى عندهم حاجة اسمها فوتو سنسي في إبيليبسي يعني ايه فوتو سنسي في إبيليبسي يعني ممكن الشخص اللي هو عنده إبيليبسي دوتو وممكن ما يكونش حاسس بيه وممكن يكون اللي هي المشاكل اللي يطلع له منه بتبقى حاجات ماينور اللي ان ممكن هو لو انا عرضته للايت فلاشينج يعني فيه لمبة بتنوره طغت في كده زي ممكن هو يتريجر سيجر يعني يتريجر ان يبقى عنده يعني مشكلة من مشاكل إبيليبسي اللي هي سيجر فمعنى كده ان احنا دلوقتي لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا واكشودي يسحسن نحن نسعمل حاجة زي لكي ما يبقاش فيها فليكر خالص لما نحط المونيتور مثلا جنب الجنب البيشينت روم لان البيشينت ده ما نحنش عارفين بتاعته ايه بيجي طبعا على نفس القوضة اللي فيها المونيتور دي ناس كتيرة مختلفة فمش عايزين يبقى فيه ان يبقى واحد فيهم عنده مثلا جاي مثلا داخل عشان حاجة معينة ويبقى نتيجة لانه هو يعني ابيليبتك يعني فوتوسي عنده فوتوسينسيتيفتي يبقى معنى كده يحصل له سيجر من غير ما يكون الكلام ده له ايه يعني علاقة بالمرض بتاعه فطبعا ده طبعا حاجة ما بتبقاش مكتشفة يعني ممكن الشخص اللي عنده فوتوسينسي في ابيليبسي ده ما يبقاش عارف اصلا فلازم اخد الكلام ده في اعتباري وانا بصمم الجهاز بتاعي احاول دايما اخلي المونيتور باعته بل سيدي ما تبقاش فيها اي نوع من انواع الفلاشنج لايتس او الفلكرينج بتكلم مموما على فوتوسينسي في ابيليبسي ده بيبقى يعني ممكن نلاقيه من اربعة الستين هيرتس بس اكشولي البيك بتاع بتاع السنستيفيتي بتقع حولي عشرين هيرتس فيبقى لازم انا عمتا ابعد وعامتا لما بتكلم على الفريكر فريكنسي اقل من خمسة يعني عامتا اربعة اقل من اربعة يعني عادة بتبقى متبارع سيف يعني بتبقاش فيها مشكلة اكتر من كده برضه تتبقى متبارع سيفي لحد ما انما لو انا بتكلم عن حاجة يعني عشرين هيرتس مثلا او خمسة عشرين هيرتس لا دي تبقى شوية خطيرة لان هي دي اكتر فريكنسي بيحصل عندها السيجورز دي جزء مهم جدا من الفيجن هو نحن نريد ان نمائز بين الالوان المختلفة وبعض الحقيقة لازم انا عارفين من الاحصائيات ان فيها حوالي 8% من الرجال و 2% من النساء عندهم مشكلة في الالوان يعني فهذا طبعا حاجة مهمة جدا لان انا ممكن مثلا يبقى فيه عندي يعني كونترس مختلف مثلا بشكل كده كده معتمد على فرقات بين الالوان المختلفة وبعض لا يستطيع ان نرى نتيجة لان انا عندي مشكلة في الالوان طبعا هذه الاختبارات التي تعملها لكي تدتكت الالوان المختلفة بشكل الالوان مختلفة عن وكلها طبعا محطوطها بشكل يعني مختلف كده بحيث ان نقدر نميز اذا كان الشخص يقدر يشوف الكنترس بتاع الالوان ولا ما يقدرش يشوفه طبعا الكلام ده يسحسن يتتخذ في الاعتبار في الديزاين بتاع الجهاز علشان لو كان ممكن طبعا ان الحاجات دي طبعا في بعض حين تكون صعبة علشان يبقى فيه فرقات مش بس في الالوان يبقى فيه فرقات في الالوان وفرقات في حاجات اخرى بحيث ان انا لو فيه مشكله عند الوزر في الكلر فيجين يقدر انه يميز الحاجات المختلفة في الوزر انترفيس عن بعض جزء مهم معتمد على الكلر فيجين هو الكلر كودين لو انا عايز اعمل فرقات بين حاجات مختلفة وبعض على شاشة في الوزر انترفيس اقدر استعمل الكام لون واشوف الفرقات بينهم بشكل واضح فحقيقة الناس لقيت ان في الكلر كودين افتو 8 كودين بمسخة بلاك وويت افتو 8 الوان مختلفين يعني لو انا خليت فيه 8 الوان موجودين عندي 8 حاجات اليوم 8 الوان مختلفين ما يبقاش عندي اي صعوبة خالصة او almost يعني error free ان انا قدر اميز بينهم يعني صعب ان انا اعمل يعني confusion بين 8 الوان لو انا استعملت اقل من كده يعني في عندي عدد من الوان اقل ده بيبقى احسن لان هو بيبقى يعني ببقى اسهل ان انا اعرف اربع حاجات مثلا بيميزوا ايه عن انا اعرف 8 حاجات بيميزوا ايه ده طبعا بيعتمد على المموري ديماند اللي انا يعني حطه في الوزر انترفيس بتاعي وفي نفس الوقت بتكلم على higher error rate لو انا عملت color coding with more than 8 colors لو انا عندي حاجات على الشاشة مميزها بالوان اكتر من 8 لا بتكلم بقى نبتدي بقى يبقى عندنا error rate في الاستعمال وده طبعا بيبقى ايه لانه هو ده جوز مليوس error اللي احنا بنحاول احنا نتجنبه فعامة متكلم على عامة اي color coding scheme لازم ال colors اللي احنا عايزين نستعملها دي لازم تبقى على الاقل 15 minutes of arc يعني كنا بنتكلم على التكست اللي هو black and white كنا بنتكلم على 12 minutes of arc لا بتكلم بقى على الحاجات اللي بالالوان لان انا عايز اميز فيها الوان كمان ليس بس اميز الحاجة نفسها ببقى محتاجة ان انا خلي المانيموم ده يرتفع شوية يبقى 15 minutes of arc وفي نفس الوقت يعني من المؤكد يعني نحن نحاول نخلي ال color ده يبقى redundant information source ما هواش ده مين يعني ده only means of coding يعني ما يفعش مثلا انا اعمل حاجات على الشاشة يبقى معتمد على الالوان بس لا ده ممكن احط مثلا كلمة بلون الكلمة دي بيبقى فيها معلومة واللون ده بيبقى فيه برضو معلومة ويتأكد نفس المعلومة بس ما ينفعش احط مثلا ان انا ما بقىش فيك كلمة اساسا موجودة يبقى لون بسه وخلاص يبقى user interface بتاع لما يبقى لونه مثلا احمر يبقى ده بيعني كذا لما يبقى لونه مثلا اخضر يبقى لونه معناه كذا لما ينفعش يبقى ال color هو المين source of information طبعا لو احنا بنتكلم بقى على ان احنا عايزين نعمل color coding مثلا في printed colors لو انا دلوقتي عاوز ان انا اعمل مثلا بروشور او اعمل label او اعمل مثلا اي حاجة في الاخرة هتتطبع وعايز الناس تمايز الالوان بنا بشكل واضح سواء مثلا كان كود مثلا او table مثلا بتاع حسابات او حاجات كذا بتتحط في المستشفى او مثلا guide للاستعمال مثلا الحقيقة يبقى عندنا حاجة اسمها month color system ده بيقول لنا لو احنا عندنا عدد معين من الالوان انهي احسن الالوان نستعملها هو يعني لو احنا عندنا 8 color code بيبقى مثلا احسن الالوان كذا لو احنا عندنا 7 بيبقى احسن الالوان كذا وهكذا لغاية اربعة دي مهمة جدا لان احنا ممكن احنا اختار الالوان نفسه في حد ذات ويبقى في مشكلة يعني ان انا عايزة اناقي 8 الوان مثلا 8 الوان دول عايزهم يبقى بعاد عن بعض ده الحقيقي بيديني الكلام ده معلومة ده بيديها على طول ده ده طبع معمولة بكود معين الكود ده يعني كود بتاع color محدد وممكن احنا هذا color محدد ده نقدر نحنا نعرف بالزبط ان هو ايه ال value بتاعته بتساوي كان بالزبط ان هو نقدر نحنا نعمله ال reproduction بشكل دقيق طبعا ممكن برضو نتكلم على colored lights يعني colored lights ده لو انا مثلا عندي في الجهاز بتاعي عندي مثلا LED بتنور بتادي لحاجة معينة فالنقطة لازم تبقى عارفين برضو ايه اللي ممكن يستعمله كالوان في حاجة زي كده فلو بتكلم على اسهل حاجات طبعا الاخضر والاحمر الحقيقي اكتر حاجات الناس بتتريد تميزها بشكل واضح يعني طبعا احنا موضوع اشارة المروب يقع فيها احمر واخضر جاية اساسة من كده مش جاية اساسة ان احنا الناس بتشوف اشارة المروب عشان كده بتبقى بنسبة لها لو شفت الكلام ده في جهاز يبقى برضو كويس لا ده هو اصلا اتعمد اشارة المروب بالالوان دي عشان هي اكتر الوان نقدر احنا نعمل لها نفس الكلام لو احنا عايزين نزود الالوان بتاعتنا تبقى ثالث الوان بيبقى احسن ثالث الوان يبقى red و green ومعهم white يعني يبقى فيه white color معهم لو انا بتكلم على ان انا برضو اسهل حاجة يعني برضو يعني لو انا بتكلم على اسهل حاجة برضو من الحاجات اللي هي اللي بستعمل white light برضو بيبقى سهل جدا ان انا ارفع white light difficult لو انا بتكلم على الصعوبة بقى في ال color discrimination يعني بتكلم على ال yellow او orange ده least recognized يعني بتكلم على اصعب حاجة يعني ان احنا نتعرف عليها هي ال yellow and orange ولو احنا بتكلم على blue green نفس الكلام برضو بيبقى very difficult to differentiate far away اوكي لو اتكلم على yellow and white والورنج والحقيقة لو انت حطيتهم اتنين جانب بعض اوكي وشفتهم من مسافة بعيدة هلاقي ان هم كلهم شبه بعض بالزبط كلهم مش هنقدر نميز بينهم على بعض 10 feet 10 10 اقدام فدي طبعا متكلم على الحاجات difficult or most difficult دي او more difficult دي حاول نتجنبها على شام ما يبقاش عندنا فيه مشكلة في الايه في ان انا لو ببص على الجهاز من مسافة ماقدرش نميز هو اللامب دي بتاعني ايه بالزبط لو انا عندي ايرو لامب مثلا معينة لازم ان انا ابص عليها من بعيدة اقدر اميز بالزبط ايه بتميز ايه لما نيجي برده نختار color coding علشان نكتب بها تكست يبقى في عندي ميسج معينة تطلع ازاي ان انا اطلعها بشكل يكون واضح عشان اقدر ان انا اشوفه وعشان اقدر ان انا اقراه legibility معناه ان انا اقدر اقراه visibility معناه ان اقدر اشوفه المسافة بعيدة واقدر اميزه فالاحسن حاجات هي black on white وممكن green on white or red on white or white on blue واضح بيبقى فعلا بالنسبة لليوزر بيبقى مريح ويقدر ان هو اقراه بسهولة او انا اعملت البقى من ال red او ال red يعني سواء كان ده اخضر على احمر او احمر على اخضر او العكس نفس الكلام بالنسبة الازرق والاحمر الحقيقة بيبقى فيه صعوبة ان احنا نقراه وده ممكن نجربه الحقيقة بمونته البساطة نحن نعمل على powerpoint نحط بكراون تبقى واحدة من الالوان ده ونكتب اللون التاني يعني لون احمر على اخضر او اخضر على ازرق ونشوف الكلام ده بيبقى لنا عملك ازياء هنجح انه فيه صعوبة انه هو يتعمل امنا نحن ممكن اشتاكل من الواحب يعمل بيقى انه يعمل جهاز بتاع الجهزة طبية او بيقى مثلا حاجات مثل مثلا هيتعلق في المستشفى او حاجة زي كده او بيعمل اعلان عن حاجة يسحس ان هو يشتغل في الالوان دي ما يشتغلش في الالوان دي لان هو الحاجات اللي هي اللي تحت دي بيبقى فيها صعوبة انها تتقرية لو انا عايز الحاجات تبقى واضحة والناس تبص عليها بتحيس انها تقدر دراها بسهولة يبقى معنى كده ان انا لازم اخد من الحاجات اللي هي مكتوبة في الاول نفس الكلام بالضبط او الاسي BEATiBILITY OF COLOURS UNDER TYPICAL LIGHTING CONDITIONS لو انا بكلم على ان استعمل الاصفر ده ممكن ان هو يبقى الموطه وميزيبا يعني لو انا بكلم عن الورنج وان الريد اورنج ده بيديني الاكتنشن فاليو يعني معنا ان انا بأخد بالي منه اكتر من اي حاجة تانية الحاجة في حاجة زي كده بيبقى لازم اتفاكز اين диستيكت يعني عادة ما استحسن شنانستعمل البلو في حاجة زي كده عندما يكون عندي تبيكاللايتن كونديشنز الوحده على اساس ان هو ممكن يبقى فيه مشكلة ان هو يبقى ايه يعني ما بيبقاش هو احسن حاجة ممكن ان انا اشوف بيه طبعا دي حاجة جيالي اساسا من الروتز والكونز الموجود عندنا لان باسيكلي بتكلم على الجزء بتاع تبيكاللايتن كونديشنز اللي هو اللايت بيبقى عالي شوية بيبقى رايح نحية الجرين اكتر من نحية البلو يعني الباسيكلي بتكلم على الحاجات اللي هي في الروت فيجين بقى اللي هو دارك ايه بتبقى رايح نحية البلو فلما بتكلم على الكلام تبيكاللايتن كونديشن الايه يبقى بقى الشيطيفي بتيكتبياتي ما بتبقاش عالية عند البلولايت باسيكلي بتكلم على عموما الrel on blue or blue on red should be avoided because each focuses differently on the retina يعني بتكلم على ان احنا عندنا كل واحدة فيهم دي واحدة one end of the spectrum واحدة on the other end فمشكلة في حاجة زي كده ان بيحصل لنا حاجة اسمها يعني حاجة زي chromatic aberration كده ممكن تحصل فباسيكي بتخللنا الاتنين على بعض بيحصل لهم مشكلة كل واحدة فيهم بتفوكس بشكل مختلف على ال eye ونتيجة لكده بيحصل لنا في الاخر مشكلة ان الحاجة اللي احنا بنحاول نقراها دي ما تبقاش واضحة لو بتكلم على visibility under low or lighting conditions يعني بكلم بقى بدلا ما كنت بكلم على ال typical lighting conditions هي تعتبر الى حد ما high lighting conditions بكلم على low lighting conditions بكلم على ال red and orange بيبقوا very difficultly or poorly visible يعني نتيجة احنا زي ما بنقولك احنا بنموف بقى من ال direction بتاع ال red and orange نموف ناحية ال blue اكتر شوية هنلاقي ان ال blue green وال yellow are good color choices because they are equally visible under both low and higher light conditions يعني بكلم على حاجات اللي في النص اللي هي الالوان اللي في النص زي الالوان اللي في الجنب حتى ممكن احنا نشوفها بشكل برضو لحد ما مش بطال في الايه في ال 2 ولو بتكلم على low lighting conditions بيلاقي ال blue والصيان يعني الازرق والسماوي بيلاقي هما الاثنين اكتر اكتر لونين بيبقوا visible واكتر اتنين بيبقوا ايه بيبقوا واضحين بالنسبة طبعا ده جاي من ال color shift of color sensitivity toward the blue عشان احنا بنتكلم بلوقتي احنا نقلنا من ال cone vision لانا ال road vision ننتقل دلوقتي بقى من ال vision لل hearing ال hearing برضو نفس الكلام احنا عندنا برضو لازم نحدد احنا يعني ال perception بتاعنا للاصوات بيبقى عمل ازاي اللي عمتا في عندنا curve كده بيحدد لنا threshold of hearing بتاعنا لكل frequency بتساوي كامل طبعا هممكن اي sound في الدنيا نعبر عنه بحاجتين sound intensity وال sound frequency اوكي اللي بتكلم على sound intensity دوت بيبقى يعني لا علاقة بال decibel يعني ممكن احطه على decibel range كده بحاجة دينا intensity level بتاعنا بيساوي كامل وال frequency بتبقى هي نفسها pitch بيقول على pitch فباسيك بتكلم على intensity level بيختلف يعني بيختلف عن يعني عند كل frequency يعني التاني يعني بتكلم مثلا لو انا عندي 100 hertz يبقى معنا كده محتاج 40 decibel لو بتكلم على 1000 اوكي بتكلم لا بكلم عند 1000 ان انا محتاج مثلا zero decibel يعني يبقى حاجة بصوت قليل جدا عشان اقدر اسمع اوكي فمعنا كده ممكن اسمع حاجة عند 1000 100 مرة اقل في intensity عن المية اوكي ويبقى هما الاثنين زي بعض بظلط في الليفل اوكي لما بنعلى بقى بال الليفل بتاع الانتنسي بتاعنا بيبقى عندنا حاجة اسمها threshold of pain اوكي يعني ممكن بعد كده يبقى مؤلم بقى يعني هنلاقي طبعا ده في الصوت العالي دوت فده طبعا لازم ناخد فاعتبرنا ان احنا وعد عنه خانس بنعرف two measures حاجة اسمها phones وحاجة اسمها stones اوكي الفونز ها هو loudness level هو برعا measure للتون intensity computed as sound pressure level in decibel of a standard 1000 hertz tone يعني بشوف انا اللواتي لو عندي يعني standard 1000 hertz يعني في عندي standard tone كده 1000 hertz يعني frequency يعني عند النقطة دي كده اوكي نشوف sound level بتاعها عبارة عن ايه اوكي عند يعني عند الالف دي يعني ممكن لو هي هنا تبقى اكيد اقل من هنا واقل من هنا واقل من هنا واقل من هنا واكيد اكتر من هنا اوكي فبتكلم على الليفل اللي هنا كامبة يعني اياس للساوند اللي جايه دوت عند الالف هو الليفل بتاعه هنا في الخط ده بيساوي كان بالزلط الصونس بقى او اللاودنس هي عبارة عن measure relative sound intensity whereby one sound is the loudness of a 1000 hertz tone at 40 db SPL يعني بتكلم على ان انا باجي هنا كده اوكي واشوف ان هو يعني الصوت اللي انا سمعه بالنسبة للصوت اللي هو بتاع 1000 hertz يعني frequency 1000 hertz با انتنسي 40 deciبل اشوف انا واحدة فيهم اعلى اوكي فدي لا علاقة بي يعني بقيس الحاجة بتاعتي relative للحاجة المحددة جدا دي واشوف هي دي قدي ايه منها بحيث ان انا اقدر ان اقدر اقارن بينهم اشوفهم عبارة عني فده طبعا في الاخر بيبقى relative measure يعني بيبقى ده على ده يبقى في الاخر بيبقى رقم مالوش وحدات فبنقدر ان احنا نميز به الحاجات بشكل واضح يعني مثلا باكلم على different مثلا different يعني sound stimuli audible stimuli ممكن يبقى كل واحدة فيهم لها different loudness او sounds بناء على هي نفسها relative للنقطة دي بتسوي كم اوكي يعني مثلا بتكلم على patient room at night يعني ده recommended يعني ان هو يبقى loudness بتاعها أقل من نص اوكي لو بتكلم على residential areas اوكي inside يعني residential areas يعني اماكن سكنية جوه البيت مفروض ان تبقى حدود واحد اوكي لو بتكلم على patient room during the day اوكي ده برضو recommended بيبقى 1.3 لو بتكلم مثلا على حاجات مثلا ممكن نتكلم على alarm signal بتاع intravenous pump اوكي لا بتكلم على ممكن تبقى 99 يعني شايفين رقم كبير ازاي ده رقم كبير جدا نتيجة اللي احنا عايزين نجزب الانتباع بتاع 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 اليوزر او بتاع nursing staff اللي موجود عشان ياخد باله ياخدوا باله انه في مشكلة اوكي لو بكلم عن حوزبتال بيبر بيبر ده معناه انه هو اللي هو اداة النداء بتاعت المستشفى بنكلم عنها 127 تبقى اعلى كمان عشان اليوزر باده ياخد باله حتى لو كان في نويزي اوكي لما بكلم عن operating room البيك بتاعها بيوصل 164 الماكات الMRI طبعا الماكات الMRI من جوه بتاعمل صوت عالي جدا نتيجة للسويتشنج بتاع الgradients بنكلم على 222 يعني شايفين الفرقة ده مين ده و بين ده يعني ممكن يبقى فيه very high level of noise لجوه الMRI فالشان كده في جوه الMRI لازم نحط سدادات اوذن علشان ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة للشخص اللي جوه ده ان هو يبقى حاسس ان فيه يعني يبقى متقلم من الدوشة اللي موجودة زيادة ففيه حاجات كتيرة جدا نحن نقدر نحن نربطها بالسونز علشان نقدر نجدر بشكل يكون ايه بشكل يكون يعني لحد ما ممكن برضو نعرف حاجة اسمها just noticeable difference يعني احنا دلوقت لو في عندنا حاجتين فيه توستيميلاي هقدر اميز بينهم ولا ما اقدرش اميز بينهم طبعا ممكن نحن نتكلم عليهم كانوا من انواع hearing thresholds من ناحية ال frequency ومن ناحية ال intensity فبتكلم ان انا دلوقتي لو انا مثلا بكلم عند ال frequency ده طبعا بتغير مع ال frequency وبتغير مع ال level مع اللي هو ال intensity level نفسها فبتكلم مع ال frequency انا دلوقتي مثلا عند 100 hertz ممكن انا اميز عند 40 decibel ممكن اميز حاجة اقل من 2.5 او اقل من 3 هرتز بس يعني لو فيه فرق 3 هرتز ممكن اميزه كويس اوكي لو بتكلم على مثلا عند 1000 لا ممكن تبقى اكتر شوية او تبقى مثلا عند 3.5 لو بكلم عندي 5000 5000 لا 5000 ما مميز فروقات لازم اميز فروقات اكتر مثلا عن 40 دسبل مثلا بكلم على فروقات اعلى من 10 او اقريبة من 20 اوكي لو بتكلم على 10.000 لا 10.000 ممكن تبقى اكتر بكتير فعامتا نلاقي عند كل فريقونسي من الفريقونسي بتاعت الساوند الموجود عندي بيبقى عندي فريقونسي حسب الانتنسي بتاعتي بتساوي كام نفس الحاجة هي هي بالضبط ندر ان اتكلم عليها with respect to اللابل يعني بتكلم هنا مثلا على اللابل بتاعي اللي هو بتاع الساوند الجايه دوت لو انا بتكلم مثلا على 4000 هرتز بتكلم ان انا عند 60 دسبل حاجة في حدود مثلا point 3 دسبل في الساوند براشور يعني اللاحز ان في فرق بينه وبين الساوند بتاعي لو بتكلم مثلا عن انا عند 40 دسبل وعندي مثلا 1000 هرتز مثلا هنا لا انا لازم بتكلم بها على فرق عشان اقدر اميز حاجة زي كده فالكورفات دي بتادينا اللي هو just noticeable difference بيديني الثراشل بتاعتي اللي قدر احس بيها بحاجات انها مختلفة نفس الكلام بالضبط نقدر نتكلم عليه بالنسبة لل discrimination of tones هنلاقي ان احنا ال discrimination of tones ده بيتأثر بال aging بيتأثر بالشيخوخة فهنلاقي ان انا عندنا بالنسبة لل الفيميلز او بالنسبة لل women مختلف خالص عن المن يعني بيتأكلم على السنين هنا من اول 20 لغاية 70 بيتأكلم برضو نفس ال range هو هو هنلاقي ان في ال women عموما هنلاقي ان الاختلافات مع ال aging مش هنلاقيها كبيرة قوي يعني نلاقي اقصى حاجة نحنا ننزل مثلا يبقى فيه عندنا فرق hearing loss مثلا بحوالي 15 او 20 ديسبل المن ممكن يقله مثلا نتكلم على 35 ديسبل مثلا في بعض الاحيان فنتكلم هنا نبص من 50 50 و 1000 و 4000 يعني من 50 جاءت 4000 هنلاقي ان الفرقات بينهم 50 وال 1000 مش بينين من بعض ال 2000 وال3000 بيبتدوا يبقى فيه فرق صغير بينهم وبرضو فيه فرق بينهم وبين ال 4000 المن بقى بيلاقي فيه اختلاف كبير قوي بين ال 500 وال 1000 وبين ال 1000 وبين ال 2000 وهكذا فالحقيقة ده بيبقى لنا ان فيه عندنا اختلافات فعلا بالنسبة للمن مختلفة خالص عن ال women وطبعا دي بتأثر على جزء كبير قوي من ال perception بتاع الكلام بتاع ال ال interpretation بتاع ال speech لان احنا عادة ال speech ونلاقي ان احنا عندنا لو فيه اي deterioration عند ال 2000 او اكتر من ال 2000 ده بيفرم معنى جدا في ال speech interpretation فنلاقي ان احنا عندنا الرجال في السن الكبيرة يعني من اول 2000 مثلا ولا حاجة بنلاقي ان من اول اللي هو يعني الجزء بتاع ال 2000 هيرتس ولا حاجة ونلاقي ان احنا فعلا بيبقى deterioration جامل جدا فيه فنلاقي ان فيه نتيجة لكده فيه صعوبة عند الرجال في سن كبيرة ان هما يقدروا يسمعوا بشكل واضح الاثنين البقى نحنا نتكلم دوقتي على ال speech بعد ما كلنا منتكلم على ال hearing يعني فيه برضو الساوند لابلت ال speech ممكن ان هي تفاري بشكل كبير طبعا لو واحد ان هو بيكلم بصوت واطي بغير مختلف بكلم بصوت عالي غير ما بيعمل whispering يعني انه بيوشوش حد فنتكلم على حاجات مثلا بالنسبة فيه كذا موجودين للكلام ده ممكن احنا ناخد واحد فيهم ونقدر بها عن الايه عن اللابل ده وبيساوي فنلاقي فيه اختلافات كبيرة الحقيقة لو احنا خدنا اي واحد من الميجور زي مثلا peak and instantaneous pressure مثلا هلاقي في ال whisper 70 ممكن يوصل في ال shouting يوصل ل 110 فرق كبير جدا فرق يعني 40 decibel فرق بين decibel يعني 100 مرة في ال intensity level أوكي فطبع الفرق كبير جدا جدا فطبع فيه variations كبيرة الحقيقة جدا بين الايه بين المود المختلفة في ال speech وبعضيها في ال level بتاع ال speech طبعا الكلام ده مفيد في ايه مفيد انه هو احنا الوقتي لو بنكلم على ان احنا عايزين نطلع audible alarm يعني ممكن يبقى فيه عندي مثلا ان الماكنا تديني مثلا message محددة او ان مثلا الماكنا بتاعتي دي بيقى فيها text to speech مثلا بحيس ان هي تطلع لي message ما هيش بشكل tone لا بشكل فعلا كلام يعني speech message محددة يعني فبرضو احنا عايزين نطلعها في ايه level بالضبط نفس الكلام بالضبط لو احنا بنتكلم على levels او distribution بتاع ال speaking volume on the average بتاع الناس بتكلم في التليفون هنلاقي ان احنا باسيكلي يعني لها distribution كده كده شكله جاوسيان وبنلاقي مثلا ان احنا يعني ال peak بتاعتنا عند من 63 ل66 deciبل فبرضو دي حاجة يعني مفيدة نحن نبقى عارفينها علشان نبقى برضو يعني متوقعين او عارفين مثلا الناس اللي يعني هتتلقى speech نحن نطلعه من الجهاز بتاعنا ده متوقعها level A علشان نقدر نحن نطلع زيه بالضبط طبعا لازم بكلنا فاهمين ال speech ده very complicated time varying signal والحقيقة بيخليها في منتغى الصعوبة انها تقاس وممكن احنا عمتا نقسمها المجموعة من frequency bands والمتالي بعد كده نفكر في كل واحدة من frequency bands دي يبقى ال intensity بقيتها كامل لان هي فعلا كلها على بعضية كده معقدة يعني مش بكالي بس على intensity بتاعت حاجة ب frequency معينة لا ده انا عندي frequencies كتيرة وكل frequency بيقى لها certain intensity مختلف عن التاني فعمتا لقينا ان احنا لو احنا بنبص على ال speech بتاع الميلز لقينا ان ال average frequency بتاعتنا بتاعت ال speech بتبقى حوالي 128 هرتز في حينها بالنسبة لل females بتبقى حوالي 256 هرتز فبنتكلم ان احنا طبعا ده بيعني طبعا يعني ده حاجة متوقع لان احنا عندنا طبعا الاصوات النسائية بتبقى طبعا ارفع شوية من اصوات الرجالية فطبعا ده بيبقى واضح جدا في frequency range وعمتا هنلاقي ان احنا معظم ال energy بتاعتنا بتاعت ال speech القليل من 1000 هرتز والحقيقة اكتر من 5 كيلو هرتز هنلاقي ان قليل جدا 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 من ال energy موجودة في ال range فبنتكلم على ال range اللي هو 1000 هرتز لو احنا عايزين منيمايز ال range بتاع ال frequency بتاعنا يبقى 1000 هرتز ممكن يبقى عندهم maximum او مش maximum يبقى عندهم most of the energy ولو احنا اخدنا اكتر من كده بيبقى طبعا نوضح ال speech اكتر شوية احنا قلنا ان احنا في ال range بتاع ال 2000 بيبقى في بعض المعلومات ان هي بتبقى لو هي lost بتخلي ال speech اصعب شوية ده طبعا بيبقى نتيجة لان هو الشخص نفسه بيبقى سينه كبير شوية في ال perception بتاعه او ال processing بتاعه بتاع ال speech ممكن ان هو يكون اقل بس عمتا بنتكلم على ان احنا لو حاولنا نخلي ال range بتاعنا لغاية 5 كيلو هرتز هيبقى فعلا معظم الحاجات الاساسية كلها موجودة معنا في ال range دوت طبعا هكلمنا على ال vision نتكلمنا على ال hearing وال speech طبعا ده اهم حاجات احنا ممكن نكومينيكيب بيقى مع يوزر في بعض الحاجات التانية نتابر sensory modelets تانية غير كده ممكن برضه تبقى داخلة معنا بس النقطة ان هي بتبقى قلب كتير جدا 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 في الاهمية الحقيقة مفيش كلام فعمتا نقدرونها generally poor information input بالنسبة لل يوزر عن visual وعن auditory systems اول واحدة فيهم هي or somatetic senses اللي هي الحاجات المعتمدة على اللمس يعني ممكن يبقى فيه مثلا حاجة تبقى لا علاقة يعني مثلا يوزر يبقى لابس حاجة تعمله مثلا vibration وvibration دي تبقى هو يحس بها فيعمل مثلا يعرف ان فيه حاجة معاينة موجودة او touch يعني مجرد بس ان انا بقى different touch مثلا ده ممكن يديني مثلا يعني indication فيه حاجة معاينة بتحصل طبعا دول الحقيقة احنا بيعتمدوا على حاجات كتيرة جدا بيعتمد اذا كان مثلا الحاجة اللي موجودة في touch دي تبقى static او dynamic يعني بتتغير مع الوقت والvibration ده بيعتمد على location بتاعه ويعتمد على frequency بتاعت ال vibration دي كام فلما بكلم مثلا على threshold amplitude بتاعت ال vibration مثلا ان هي لها كيرف بالشكل ده كده احنا ممكن ندتكت ال threshold بتاعنا دوت او ال level دوت لو كان frequency بتاعتنا بالشكل ده يعني هنلاقي ان عند ال 250 دي نقدر ندتكت اعلى حاجة يعني نقدر ندتكت اقل فرق او اقل amplitude عند ال 250 دي فدي اكتر ايه frequency sensitive بالنسبة لنا بالنسبة للvibration طبعا احنا كلنا عارتين من استعمالنا مثلا لل للحاجات اللي هي زي ال cell phone هنلاقي ال vibration في بعض الاحيان ما بنحسش بيها خالص طبعا دي بتبقى اكيد غير لما يكون عندي صوت الجرس نفسه بتاع التليفون بيبقى طبعا بالنسبة لي اوضح بكتير جدا من ال vibration طبعا ممكن يكون من skin senses برضو ممكن يكون حاجة تحس ب temperature ده برضو ممكن احنا نطلع ال input بتاعنا او ال input بتاعنا اللي هو يبقى داخل ال user يبقى اللي هو علاقة بالدرجة حرارة الحاجة اللي هو مسكها في ايده ودي طبعا برضو حاجة تعتبر very poor communication مثل عشان نقدر نحن ندليفر مهمة لل user ال pain ده طبعا بيبقى وده طبعا بيحصل لو كان فيه مثلا عندنا يعني فرضا يعني اننا فيه حاجة استعملتها بطريقة خاطئة ممكن نحن ندليفر يعني sense of pain مثلا او يبقى فيه يعني باي شكل ما اشكال حاجة تبقى لا علاقة بال pain تبقى دليفر لل user بحيس انه هو يحس ان فيه حاجة مختلفة طبعا ممكن نحن نعمل من الحاجات دي كلها بس طبعا احنا كلنا شايفين الحاجات دي very poor information input system زي ما كنا بنقول ويعني نبقى عارفين ان هي ممكن تكون موجودة بعض الاحيان يعني vibration ممكن يبقى موجود في بعض الاحيان بس ما هو اش حاجة very effective طبعا فيه عندنا بعض الاحيان بتضطررنا ان هنستعمل some aesthetic census دي زي مثلا لو فرضا انا بعمل حاجة system بيجايد الشخص الكفيف فهو ما يداش نشوف اساسا وبعدين لو هو ماشي مثلا فرضا في شارع مزداحم مثلا وفيه noise بيبقى صعب برضا انا اديله auditory alarm or auditory information فممكن يا اما ان انا اعمله حاجة تبقى لا علاقة بال vibration او حاجة علاقة بال touch بحيث ان هو تديره الميسج اللي هو تقول له مثلا فيه حاجة عائق قدامك مثلا او حاجة في بعض الاحيان بيبقى عندنا اضطرار ونستعمل حاجات دي بس لو احنا عندنا فيها ال visual وال auditory alarm أو auditory systems of communication موجودة طبعا بتغنينا تماما عن ال skin senses خالص في عندنا عدد تاني من من ال sensory modalities مثل ال joint بعار برضا بتحرك ازاي وال acceleration بتاعتها برا عن ايه بعرف ال movement بتاعتها مكانها فين وال acceleration بتاعتها كان ممكن نتكلم برضو على حاجات زي sense of balance ده اللي هو مسؤول عنه vestibular system ده معناه ان احنا عندنا فيه collection data من vestibular system بحيث يقولنا اذا كان احنا balance او لما فيه عندنا loss of balance او يقولنا برضو orientation بتاع الجسم بتاعنا شكلها عامل ازاي او لو حصلنا حصل عندنا motion بنتظر ن detect برضو acceleration عامل ازاي في عندنا chemical senses زي taste وال smell ده طبعا كلها حاجات بتبقى في متاصر او طبعا احنا ناخدها فاعتبارنا انها تبقى واحدة من ال input سبعتنا لل user لانها طبعا very unreliable بس ده طبعا ممكن هي تبقى يعني بتquickly adapt يعني لان هي ممكن لو انا حطيت sensory sensor معين او يعني sensory stimulus معين ممكن هي بسرعة adapt ليه فبعد شوية ما يبقاش اصلا فيه sensation لل input ده بقى اي شكل ما اشكال فما هيش ريلايابل خالص نحنا نستعملها كinformation input source لل user بتاع الجهزة الطبية البلوك المهم جدا اللي بعد كده هو human information processing نكلم على اول حاجة فيها هي seamless discrimination وعلى متى لقينا ان احنا لو بيكلم على احنا مستعمل channel معينة زي vision مثلا او زي audition مثلا او اللي هي hearing مثلا هنلاقي ان احنا نقدر نميز فيها يعني number of يعني levels almost the same يعني بتكلم على ان كل واحدة فيهم لو اعتبرتان هي channel وحسبت number of bits اللي انا اقدر نحطها في channel دي او اقدر ابعتها على channel دي هلاقي ان انا اقدر فعليا ابعت مثلا حاجة للسبع levels وليها بت correspond الحوالي 2.8 bits of information يعني اقدر basically communicate مع ال user through اي واحدة من channels بتاع senses عموما حوالي 2.8 bits of information at any given time اوكي فدي حاجة مهمة جدا في الاول الحاجة التانية ان احنا ال humans يعني لازم بعارفين هما they make better relative judgments than absolute judgments يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني انا لو دقتي لو بقوله اللون ده ايه غير لما اقوله الاختلاف بين الونين ده ايه لما بخليه فرق بين الونين غير لما بقوله اللون ده كذا ولا كذا اوكي يعني absolute judgment معناه انا دوقتي بجيب له حاجة ما هيش reference لحاجة تانية او ما هيش relative لحاجة تانية relative judgment يعني يجيب له حاجتين واطلب منه ان هو يقارن بينهم فلازم ناخد في اعتبارنا كويس قوي ان الجزء دوت ده احسن بكتير جدا عند ال humans عن ايه عن absolute judgment الحاجة التانية هي جزء التال attention يعني basically humans are by default كده ده single processor single channel processor يعني ما يدارش ان هو يتعامل مع كذا حاجة في نفس الوقت يعني ممكن ان اكون بسمع وبشوف وبعمل كل حاجة ادي في نفس الوقت بس actually ال processing بتاعها ما هواش بيحصل في نفس الوقت يعني basically humans attend to only one source of sensory data at any instant يعني ما ادارش ان انا اشوف حاجتين او اقدر ان انا اشوف واسمع في نفس الوقت يعني اشوف اكون مركز في الحاجة اللي بشوفها يكون باسمع الحاجة اللي انا ايه باسمعها ما ادارش ان انا at any given time ان انا بقى بركز في الادنين الحاجة التانية ان احنا لو احنا عندنا حاجات بتتم يعني apparently كده مع بعض يعني بتتم كلها اكناها بتتم في نفس الوقت او in parallel actually هي ما بتحصلش in parallel هي بيحصل فيها حاجة اسمها time sharing or multitasking for multitasking يعني time sharing or for multitasking يعني معناها ان انا بتكلم انها زي ما كنت الكمبيوتر الزمان كان فيها single processor وكان بتعمل حاجات شكلها ان انا بقى عمل حاجات في نفس الوقت actually لا هو at any given time ال processor بتاعي او العقل بتاع ال human بيشتغل في حاجة واحدة بس يعني لو انا بسمع وبشوف في نفس الوقت يبقى انا at any given time بابقى مركز في الحاجة اللي انا بشوفها و another time at another time بابقى مركز في الحاجة اللي انا بسمعها basically unattended input channels not totally blocked بيحصلها incomplete processing اوكي يعني بمعنى ان انا بتكلم على ان بعض الحاجات اللي هي يعني ممكن انا اقول عليها ان هي ما هياش يعني مهتم بيها يعني ممكن بعض الحاجات اللي هي مثلا يعني انا بتكلم عن فيه حاجة زيادة على الحاجات اللي انا مركز فيها اوكي بيحصل لها incomplete processing معناه ان انا ما ببقاش عارف بالزبط يعني مقدرش اقول ان انا عملت لها يعني ميسج هو بيقراها كويس لو انا طلعت audible information او طلعت مثلا مثلا instruction مثلا لليوزر في صورة حاجة مسموعة ممكن actually ما يبقاش يعني ما يداش يعملها processing بشكل كامل اوكي فيبقى جزء منها يبقى فيه loss والحقيقة حاجة مهمة قوي ان الهيومان عموما بيقدر يعمل shifting priorities between tasks on the basis of perceived importance يعني انا مثلا دلوقتي لو انا طلعت لليوزر مثلا two messages واحدة بلون احمر و واحدة بلون عادي يعني لون ما هواش نفس اللون الاسود مثلا او حاجة هو بي perceive الحاجة بلون احمر دي اهم فمعنى كده بيقوليها اهمية اكبر فيعني معنى كده ان هو هي يعني موصف التركيز بتاعه هيبقى على الميسجي بلون احمر دي او لو فرضا انا طلع مثلا audible alarm بصوت واطي ومعا حاجة على الشاشة لونها برضو بيوحي ان فيه حاجة خطيرة يبقى معنى كده هادي الاتنشن بتاعي لل visual alarm عن audible alarm فلازم باخد بالي من الحاجات دي كويس اوي برضو اعمل حسابي عليها في التصميم بتاع الانترفيس بتاعي في عندنا حاجة تانية برضو مهمة بالنسبة لل human information processing بنكلم على vigilance يعني انا الوقتي لو فرضا انا قاعد ادام مونيتور ومونيتور دا مفروض ادتكت حاجة معاينة ممكن تيجى او ممكن ما تجيش زي مثلا النيرس اللي قاعدة على central station بتاعت الاي سي يو مثلا بتبص تشوف اذا كان فيه اي حاجة تحصل اي واحدة من ال بايشنس موجودين في الاي سي يو دا طبعا بيبقى محتاج انها تبقى واخد بالها الفترة طويلة او عادة عندها مونيتورنج مثلا شفت مثلا 8 ساعات لو حصل حاجة في 8 ساعات دي مفروض انها تاخد بالها وترياكت بسرعة فدي طبعا حاجة ممكن هي تبقى طبعا مش بالبساطة دي لو احنا يعني بنشوفها من ناحية وجهة نظر human information processing فطبعا فيه حاجات بتحسن ال بتاع لو حصل حاجة وفيه حاجات بتخلي كلام دا يقل وفيه حاجات بتخلي ال probability نفسها بتتغير مع الوقت فمن الحاجات اللي بتحسن كمثال لو انا خليت اللي هي بتطلع لو انا فرضا حصل عندي مشكلة ما تطلعش بس تطلع فيجوال يبقى دي بتحسن جدا ال ايه probability بتاعت لو انا فرضا اعملت مثلا بدل ما كان فيه واحد بس قاعد على الستيشن بقى فيه اثنين والاثنين دول بيبدلوا مع بعض ويقدروا يكلموا مع بعض بحيس ان هما يبقوا صحصحين الاثنين يعني الاثنين يبقوا كده يعني ايه حالة التركيز بتاعتهم بتبقى يعني تبقى احسن ما يكون واحد قاعد لواحده فترة طويلة وطبعا يبقى فيه راحة لكل واحد فيهم كل فترة بحيس انه هو يحصل له كده يتغير او يبتدي من بداية كده يبقى لسا كده يعني بحيس انه هو يبقى عنده probability detection تبقى على طبعا وانا برضو خليت الجهاز دا نفسه كل فترة كده خليه يعمل حاجة يعني المونتور دا يخليه يعمل تاسك ما انا بحيس تأكد انه هو يعني مصحصح كده وقاعد مركز قدام الجهاز دا طبعا بيساهل برضو او بيخلي probability of detection تبقى أحسن الحاجة التانية لو انا بتكلم على Decrease probability of correct detection انه هي بقلل بقى امتا او امتا الحاجات اللي بتقلل بقى probability of correct detection بتكلم على ان انا لو فرضا بيبقى فيه عندي جهاز بتاعي او المونتور بتاعي دا او مش طلبه حاجة من اليوزر مش طلبه ان اليوزر يترياكت بالنسبة له لاي شكل ما اشكال لانه دي بتخلي اليوزر يعتاد ان فيه حاجات بتطلع على الشاشة ممكن الحاجة المهمة تطلع في وسط الحاجات دي وما يقدرش انه هو يعمل لها correct detection او ممكن انا لو اليوزر دا اللوت بتاعه كبير بيبقى برضو نفس الحكاية اللوت بتاعه كبير معناه انه هو برضو ممكن انه هو يبقى تعبان مبقاش مركز قوي في الحاجة اللي هو بيشوفها قصاده على الشاشة او ممكن لو انا كنت بديله كذا مونيتورينج تاسك يعني مش بيوص على مونيتور واحد بس بيوص على اثنين ممكن تبقى بتخلي الموضوع اصعب طبعا وفي حاجات تانية لو انا بتكلم بقى على changing probability of detection مع الوقت لو انا فرضا يعني يعني بتكلم على continuous vigilance يعني بس انا بتكلم على ان اليوزر قعد 8 ساعات و 4 اوكي دي بتخلي probability of detection تقل مع الوقت يعني حاجات زي كده لازم ناخد بالنا منها كويس قوي لان هي يعني ما يستحسنش ان احنا يعني probability of detection بتاعتها تتغير مع الوقت بتاع الشغل بتاع بتاع اليوزر بتاعي فطبعا حاجة من الحاجات دي لازم اخد اخدها في اعتباري في ال design بتاع user interface ولازم اتاخد في اعتباري ان انا الشخص دوت بيبقى له probability of detection معينة وممكن تتأثر مع ال conditions اللي هو بيشتغل فيها ممكن بقى نبص على الجزء بتاع human information processing ناحية ال speed هو بيقدر ان هو يرياكت في وقتها دي فهي بيقدر ندفين حاجة اسمها reaction time RT هي عبارة عن time for a person to react to an input stimulus and initiate a response ده يعني basic الوقت اللي بيحتاجه ان احنا نعمل يعني نتعامل مع المعلومة اللي جاينا في من السنسوري يعني من السنسوري channels الموجودة عندنا ونرياكت بعد كده عشان نعمل اكشن فدي الوقت ده الحقيقة بيقل مع الترينينج يعني كل ما دربنا الشخص كل ما كان الوقت بتاع reaction بتاع وكل ما كان قل وبيزيد مع السن ومع التعب ومع الاستعمال بتاع الايه الادوية او المخدرات طبعا دي حاجة مهمة جدا احنا بعرفين الكلام ده لان برضو ممكن يبقى فيه عندنا يعني الانفاكت بتاع ترينينج ممكن يبقى لو اهمية ولازم ناخدها في التمرر بشكل كبير حقيقا لو بتكلم عن الاختلاف بتاع الاسبيد دي او بتاع reaction time على الاقل يعني اللي احنا نتعلم عملناه مع الاستعمال لو بتكلم عن الفيجول والاودو تري هنلاقي ان الوقت بتاعهم من 150 ل 225 ميلي ساكن الاودو تري من 120 إلى 185 فهنلاقي الاودو تري احسن من الفيجول في بعض الاحيان فهناخد الكلام ده برضو في اعتبارنا وفي نفس الوقت لازم نبقى برضو واخدين في اعتبارنا ان في عندنا trade off between speed وال accuracy يعني لو انا دلوقتي باضطر اليوزر ان هو يعمل عدد من ال decisions per minute اوكي مختلف عن يعني مختلف او ازيد من وضع تاني الاقي ان كل ما زاد عدد ال decisions مفيد تعامل per minute يبقى ال error rate بتاع بيزيد يعني في عندي curve هنا بيوريني هنا الكيرب بتاع ال fast speed الهي 6 decisions per minute والslow speed الهي 3 decisions per minute اوكي وده اللود اللي هو الحاجات اللي هي بتعرض عشان ياخد فيها decisions كويس بلاقي ان انا عندي ال error rate بتاعتي بتزيد جامد جدا لكل 100 moves اللي ممكن ان انا توصل مثلا لو انا عندي اللود بتاعي كبير شوية يعني ممكن توصل 50% خطأ يعني متخيلين دي 50% رقم كبير جدا جدا طبعا ما بكلم على اللود اقل لو اللود النص بينزل برضو ال error rate بتاعي بينزل النص فده طبعا حاجة مهمة جدا علشان برضو ماضطرش اليوزر ان هو ياخد معلومات كتيرة واضطر يعملها processing بشكل سريع لان ده كل ما انا حاولت ان انا اعمل ال processing ده بشكل اسرع كل ما كان error rate بتاعي بيبقى عالي جزء كبير جدا من information processing بيعتمد على ال human memory نقدر نقاس ال human memory في ال applications اللي تهمنا للنوعين مهمين جدا short term memory long term memory short term memory سعب بنسميها working memory دي عبارة عن يعني محاضرة وخلاص كده ولا رجعتش رجعت عليها وما استعملتاش في اي حاجة ببقى ان انا بعد فترة يعني مش كبيرة هلاقي ان كل الحاجات اللي انا سمعتها دي almost اكين ما سمعتاش فده تتحط في short term memory لازم نقل حاجة ل long term memory عشان يبقى ايه يبقى اقدر احتفز بيها فالlong term memory بتتميز ان هي size بتاعها اكبر بكتير يعني فعلا ممكن احط فيها حاجات ممكن يعني يعني بتكلم عن حاجات يعني من الاول جيجابيت يعني بتكلم عن حاجات اكتر كمان يعني ممكن تكلم عن حاجة يعني مثلا مليون جيجابيت مثلا ممكن اخزنهم في long term memory وده طبعا تتفاوت بين الاشخاص وممكن نقسمها لنوعين declarative long term memory او procedural long term memory declarative دي معناها ان هي بتكلم على الحقائق او الحاجات الاساسية اللي هي برا عن كلام بحفظه زي ما هو كده او معلومات بحفظها زي ما هي كده اوكي فباسيك اللي بتكلم ان هي عادة الريتريف البتاعها بيبقى slower than short term memory بس طبعا بقدر احتفز بالحاجات دي فترة اطول طبعا البروسيجور البقى بتكلم على حاجة مختلفة شوية is how to do things يعني مثلا السكيل بتاعت الركوب العجلة مثلا او السكيل بتاعت السباحة او فرضا بالنسبة للطبيب مثلا السكيل بتاعت اللي هو بيقوم بعملية جراحية معينة اوكي دي الحقيقة بتبقى learned by actively practicing a skill يعني بتيجي بالممارسة والحقيقة بتفرج جامد جدا ان هي very slow to decay يعني يعني صعب جدا ان انا انساها اوكي يعني مش شهل ان انا انساها يعني حد صعب قوي ان انا يعني اتخيل ان واحد يكون اتعلم ركوب الدرجات مثلا وبعد فترة طويلة جاي يركب العجل ما لقاش نفسه عارفة العجل لا دي حاجة مش لايك انها تحصل فدي واحدة من الحاجات المهمة قوي واحنا اكشولي لو احنا كمهندسين حتى لازم احنا نحاول دايما ان المعلومات بتاعتنا تبقى في ال procedure long term memory عشان دي هي فعلا جزء مهم جدا وهو ده اللي بيثبت المعلومة يعني في فرق ان انا اكون يعني بيبقى عندي المعلومة ديت مجرد بس احفظها كده وخلاص وفي فرق ان انا اكون يعني خدت المعلومة دي وطبقتها واستعملتها في حاجة عمري باب انساهل لو انا عملت كده في عندنا برضو جزء من information processing بيبقى في بعض الحاجات الممكن تبقى غريبة شوية بالنسبة للموضوع estimation و decision making بالنسبة للهومان يعني مثلا بيبقى عادتا الهومان عندهم over estimation of the true probability of a low probability event and the underestimation of the true probability of a high probability event يعني بمعنى يعني ممكن انا دلوقتي الناس اللي بيشتروا يا نصيب مثلا هي الحاجات اللي هي lottery اوكي المشكلة ان هم عارفين ان الprobابياتها very low وفي الوقت نفسه هو حاسس لا ده ممكن بالنسبة لي انا انا اكسب فدي حاجة برضو بيبقى فيها over estimation ل true probability بتاعت ايه بتاعت event صعب جدا ان هو يحصل under estimation of true probability of a high probability event زي مثلا الناس مثلا ممكن هي تبقى متأكدة ان حاجة معاينة هتحصل يعني شخص مثلا عارف ان هو محلش في الامتحان عارف ان هو very likely ان هو يسقط وبردو ممكن يبقى عنده امل ان هو ينجح بشكل ما فطبا ممكن بعض الحاجات كده بيبقى برضو يبقى فيها judgment بتاعت humans ما بتبقاش يعني زي ما مفوت تكون برضو نفس الكلام فيه over estimation of true probability of events viewed as favorable and under estimation of true probability of events viewed as unfavorable يعني ايه؟ يعني ممكن انا مسلا اقول ان انا شكل مثلا الفريق الفلاني هو لا يكسب السنة دي يبقى احنا دايما بنقول لا يكسب بنسبة 99% اوكي برضو نفس الكلام لو قولنا ده مش هيكسب يبقى معنى كده ده مش هيكسب بنسبة 99% ده طبعا بيبقى زيادة بسجريت الـ probability اللي انا perceived ان هي او viewed as ان هي favorable و بـ underestimate الحاجة الـ probability اللي هي ايه؟ شايف حانا ان هي unfavorable وفي حاجة اسمها الـ gambler's fallacy دي برضو معناها ان انا الناس اللي هم بيبقى عندهم مشكلة في القمار يعني في الـ gambling هو عارف ان هو خسر هو عارف النسبة ان هو يكسب ما هياش عالية يعني الناس اللي عادين على slot machines مثلا اللي هو بيحط فيها فلوس وبيشوف اذا كان هيكسب ولا مش هيكسب النسبة بتاعتها قليلة جدا ان هو يكسب ورغم كده هو دايما بيحاول يعني قاعد بيحاول وعنده امل ان المرة اللي جاية الـ probability هتكون احسن يعني لو انا مثلا عندي event مش هيحصى غير واحد في الـ 1000 مفروض ان هو لو انا عملته مرة هيبقى واحد في الـ 1000 لو عملته مرتين هيبقى يعني مرة تانية هتبقى واحد في الـ 1000 برضو مش هتبقى مختلفة الـ gambler's fallacy دي معناه ايه؟ ان هو متخين ان هو عشان خسر كتير يبقى لايكي ان هو المرة جاي يكسب اكتر اوكي؟ يعني بمعنى ان انا عشان انا خسرت مرتين ثلاثة يبقى انا لايكي اكتر في المرة الرابعة ان انا يعني اكسب عن الـ 3 مرات اللي قبل كده وده طبعا كلام مش مزبوط ده طبعا يعتبر بعض الحاجات اللي فيها لابس او او جودجمنت ان انا عندي مشكلة ان انا مش قادر اجودج الموقف ده بشكل ايه؟ بشكل سليم واشوف ان الـ probability بتاعتي لكل مرة من المرات اللي انا بجرب فيها ده independent فمعنى كده ان هي still برضو المرة الاولية زي المرة التانية زي المرة الالف فمفيش اي اختلاف بينهم طبعا بيبقى فيه عندنا طبعا frequent lack of logic in human decision making بيبقى فيه عندنا بعض الحاجات كده يعني ممكن الشخص يعملها وميبقاش عارف وعملها ليه وميبقاش فيها logic actually يعني ممكن يكون بيعملها كده يعني بشكل ما هواش فيه يعني تفكير يعني عميق بحيث ان هو ياخد القرار اللي هو مفوضي فيه منطق فدي برضو حاجة بتحصل للهومان كلهم بيحصل عندهم نفس المشكلة نفس الكلام بالضبط عندنا مشكلة برضو بتقول avoidance of false alarms at all costs when it comes to safety related events يعني مثلا لو انا بعندي مثلا سؤال related ان انا مثلا يعني في disease screening disease screening result لو انا كنت بتكلم على ان انا يعني يعني المرض دوت كان عندي simple therapy يعني له علاج بسيط يبقى لايكلي ان انا احط الجابة بتاعتي ان هو عندي المرض ده لو انا كان عندي المرض عارف انه له painful therapy painful therapy ده يعني ان هو العلاج بتاعه مؤلمه وطويل كويس يبقى لايكلي ان انا اكتب ان هو yes يعني ما اقولش اكتير يعني ما اقولش ان فعلا مرض ده عندي كتير يعني بمعنى ان انا شايف مثلا ان انا لو جاوبت على السؤال ده yes يبقى معنى كده في consequences ممكن ان هي تكون negative يبقى معنى كده ما بكتبش yes كتير يعني بابقى حاول انا افويد ان انا اكتب yes ويعني بحاول انا اتجنب consequences او العواقب بتاعت الحاجة دي باي شكل من الاشكال فدي حاجة برضه من الحاجات اللي هي موجودة في الهيومنز ولازم ناخدها في اعتبارنا علشان برضه نبقى احنا فاهمين كويس قوي اليوزر نفسه باكت ازاي الحقيقة بالنسبه لبعض الحاجات بقى لما بكلم على physical quantities بقى مش بكلم على حاجات تبقى محسوسة بكلم على حاجة محددة يعني عايزة ايس حاجة ميينة دايما لو انا جبت بني ادمين وبحاول اخليهم يقيسوا horizontal distance هتلاقي ان احنا عندنا tendency نحن underestimate human's column بيحاولي underestimate او بي underestimate الاس بتاع horizontal distance بالنسبة ل vertical height عادة لو انا ببص من تحت اوver estimate لو انا ببص من فوق ب underestimate دي حاجات ملاحظهات الحقيقى الناس يعني عسيتها بدجارب يعني على humans ولقتنا فعلا كده لو انا بتكلم على speed او اي اي او اي او اي او اي اي او لانه حتى لو كان الى او او اي او اي او اي او لانه اي او ما كانتش لسه عالية بتحس ان هي او اي او صرحة بتحس انه يكون مسرأ اكتر شويه في حاجات كثيرة اي بقى تانيه بنفس الشكل كده نفس الكلام بالضبط لو انا بتكلم علا ان انا بقيس الحرارة او اي انا قعد في جو حار شويه بقى over estimate لو جو حر و بقى under estimate لو جو بارد ففيه حاجات كتير لازم لو اخدنا في اعتبارنا ودي حاجات الحقيقة يعني دي فانكشن في البني ادم نفسه ليه هو طريقة البني ادم نفسه في البرسابشن وفي البرساسن بتاع الانفورميشن دي ما نقدرش نغيرها بس دائما بنحاول في الجهاز بتاعنا نحن نحاول نساعده ان هو يعملها بطريقة مظبوطة فدي واحدة من الحاجات اللي احنا بنبقى واخدنا في اعتبارنا ونحن بنعمل حاجة ريليتد للياسو فيزيكال كوانتوتيز باي هيومنز لما نتنقل بقى على الجزء بتاع الريس بونس نفسه فيه عندنا كازا حاجة ممكن تحكمنا يعني اول حاجة الاسبيد اف مومنت يعني عشان انا يعني كبني ادم اتحرك عشان اعمل حاجة معينة فيه عندنا حاجة بتحكم الجزء دوت اسمها فيتس لو بتقولينا الـ مومنت تايم بتايمتز باستنزة و بتقل مع الـ تارجت سايزة فلازم اكون اخد الكلام دا في اعتباري برضو انا مثلا بطلب من اليوزر ان يعمل اكشن معين في استعمال الجهاز الطبي فيه عندنا برضو مجموعة من الـ principles كده علشان نعمل economy للموشن يعني بقى الموشن يعني باستيج نكونسيرف الموشن بتاعت اليوزر علشان بعد كده في الاخر طبعا دي بتاندب ان هي تاكميليت فاتيج مسلا بالنسبة لليوزر فبنتكلم مسلا ان احنا الـ repetitive manual tasks شو بي افويدد؟ يعني لو في عندي حاجة محتاجة تكرار والتكرار دا يعني ممكن المكنة تعمله طبعا المكنة بتبقى احسن كتير قوي من الـ humans في ان احنا نعمل حاجات repetitive لو انا بتكلم على horizontal hand movements are faster than vertical يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو انا بطلب من الـ user ان يعمل حاجة وعايزوا يعملها بسرعة يبقى خلي الحاجة دي مختلفة عن المكان اللي هو نورمال يبقى فيه بـ horizontal displacement مش بـ vertical يعني بتكلم برضو على hands should be relieved of work that can be performed by feet يعني لو في عندي حاجة زرار مثلا مفوض اضغط عليه لو انا زرار دا اقدر عمله برجلية يعني بفي عندي مثلا foot switch ولا حاجة دا بيبقى افضل لو بتكلم على مثلا movement that takes advantage of gravity يعني بتحرك في اتجاه الحركة التحت بتبقى احسن وليس فاتين يعني على الحركة التجاه لفوم واحدة من الحاجات التانية برضو اللي ممكن تبقى لطيفة جدا احنا اخبنا منها ان limp movement terminated by mechanical stop are more efficient than those terminated solely يعني لو انا مثلا بحرك arm معين والarm دي مثلا فرضا يعني بتنتهي لما انا شوف ان انا وصلت لغاية النهاية من غير ما يكون في اي حاجة تمنعني اوكي بتبقى اصعب كتير ان انا يعني لما يكون عادي ميكانيكا ال stop معناها ان احرك الدراعة دا لما اوصل لغاية حاجة يعني تقولي ان انا خلاص وصلت للنهاية دي يعني يبقى في حاجة زي stop كتا او حاجة زي يعني حاجة توقف ال arm دي يعني يبقى معنى كده ان الكلام ده بيبقى ايه في احساس تاني يقولي ان اوصلت لغاية النهاية غير بس مجرد ال visual cues اوكي فدي برضو واحدة من الحاجات اللي سهل جدا انها تبقى implemented في user interface بتاع ايه بتاع جهاز وفي نفس الوقت مثلا ممكن انا اتخيل ان حتى لو اتكلم على sliders موجودة مثلا في user interface زي مثلا TGC اللي موجود في ال ultrasound مثلا ممكن برضو اتخيل ان انا يعني وانا بحرك الحاجات دي ممكن يبقى فيها عندي steps في النص ويبقى فيها عندي دافنتلي يعني stop في الاخر عشان تقولي ان انا فعلا وصلت لغاية النهاية ما ينفعش ان انا اسابها كده مجرد ان انا ببص عليها وخلاص يعني فيها عندي بعض الحاجات بتبقى افضل طبعا ان اكون عندي mechanical stop عن ان انا مجرد بس بقى بعملها بعناية مش بوجود حاجة physical تمنع ان انا اتحرك زيادة لو انا قارنت بقى بين ال human وال machine capabilities هلاقي ان ال human عموما ك limitations عندهم limited strength بيتعاوا بسرعة عندنا يعني basically بناخد وقت عشان نعمل processing لل decisions وعشان نعمل processing لل movements يعني عشان ان انا احرك من حتة لحتة او حاجة بتاخد وقت accuracy ما هياش الحقيقة حاجة كويسة خالص زي ما شفنا كده ان في عندنا lapses في في الاياس وفي يعني بعض الحاجات اللي القرارات اللي بناخدها في estimation و decision making بيبقى فيها مشاكل ال computing عادة بيبقى very slow ودايما ما عرضة للخطأ زي ما كنت بقول كده decision making عادة بيبقى داخل فيها العواطف بعض الاحيان ما هياش objective ما هياش لا علاقة بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي ساعات بيبقى في حاجات بتتعرض مثلا واحد شاف مثلا ال patient مثلا في وضع سايق ممكن هو يعمل action ما هواش بيعمله هو مثلا بيعمله لما يكون في patient ما هواش وضع سايق قوي يعني ممكن تختلف باختلاف ال emotions نتكلم برضو على ال information processing ان احنا كhumans we are single channel processors وسهل جدا نحنا يبقى overloaded يعني فدي حاجة مهمة جدا والحقيقة ال performance بتاع ال humans عموما بيبقى معتمد بشكل كبير جدا على motivation يعني هل الشخص ده عنده دافع ان هو يعمل حاجة دي بشكل كويس او بشكل دقيق ولا مش عندهش دافع دوت طبعا بالنسبة لل memory مهما كانت بتكلم على المموري بتاعتنا قليلة مهما كانت لان لو قررناها مثلا بمكناة طبعا عندنا المكناة ممكن يبقى عندنا المموري يعني زي ما احنا عاوزين وطبعا بيبقى فيها عندنا برضو retrieval بتاع ال information ممكن يبقى فيها اخطاء لو بتكلم بقى على advantages visual acuity وال range بتاع بيبقى فعلا very good يعني احسن كتير او من اي مكناة visual information processing الحقيقة يعني ممتاز جدا يعني صعب جدا احنا نلاقي حاجة بتاع ال vision information processing زي ال humans لو بتكلم على الحاجات اللي هي range of detection يعني والsensitivity بتاعت ال detection بتاع ال visual والaudition او auditory alarms ممكن يبقى برضو فعلا very flexible وvery يعني يعني ممتاز جدا بالنسبة ال application في عاتنا ال perception بتاعنا برضو الحقيقة ممكن احنا يعني بقى في عندنا وضع فيه حاجات كتيرة جدا معقدة جدا احنا نقدر نعمل يعني يعني الحاجات اللي احنا شايفينا دي نقدر نحطها بترتيب منطقي يسمح لنا ان احنا نعمل حاجة دي بشكل سليم رغم كل الاخباطة اللي حصلة نقدر نحنا نعمل inductive reasoning يعني نقدر نحنا مش بس ان احنا ناخد decision بناء على حاجات سابقة ولا احنا ممكن نستنتج حاجة جديدة وممكن نحنا نعمل حاجة اسمها intuition intuition دي معناه ان انا دلوقتي بفيه عندي كده يعني احساس بالحاجة او عندي ان انا مثلا عندي يعني من خبرتي السابقة او اضربني عليها علشان يبقى حاسس ان الحاجة دي مفوت عامل بالشكل الفلاني ودي حاجة ما يقدرش يعمل اي مكان انا حي طبعا الـ humans are very flexible يقدر اعملوا adaptation to situations مختلفة ونقدر نغير الـ rules بتاعتنا في اي وقت يعني او انا غيرت القاعدة بتاعتي اللي انا بشتغل بها سهل جدا انا غيرها في اي وقت ما بقاش في مشكلة الـ attention بتاع الـ humans is easily shifted يعني ممكن انا نركز على حاجة محددة وركز على الحاجة اللي هي المهمة وطبعا when highly motivated ممكن انا اشتغل في اوضاع ممكن تبقى فعلا adverse يعني adverse معناها ان انا دلوقتي ممكن مثلا حد يشتغل بالماكنة وهي مش شغالة كويس يعني فيه حاجة غلط فيها حاجة مش مزبوطة او يشتغل وهو injured يعني لفس الشخص نفسه او لو مثلا بيكلم على وضع مثلا الـ user ده بيشتغل بالجهاز ده في مكان فيه conflict مثلا ولا حاجة فممكن هو يشتغل برضو رغم ان هو يبقى هو حياته فيها خطر يعني عليها خطر او هو نفسه ممكن يكون injured او زي ما كنت بقول ان الجهاز نفسه يبقى مشكلة ان هو هو نفسه فيه مشكلة الجهاز نفسه فيه حاجة خطأ يعني هو ممكن يتغلب على الخطأ ده بتفكير ويقدر ان هو يشتغل فيه فالـ humans الحقيقة ترى من الحاجات صعب جدا انها تخيل ان الماكنة ترى تعمالها الماكنة بقى طبعا لها limitations انها decision making طبعا limited لازم بيسيك limited بالبرنامج اللي فيها لو انا مش حطيت للمشين دي البرنامج الصحيح اللي يقدر يعمل decision صحيح يبقى معنى كده ان هو مش يقدر ياخد decision مضبوط inductive reasoning مش موجود لازم الماكنة تبقى monitor ما ينفعش ان انا اقول ان الماكنة هتشتغل وهي اللي تعمل كل حاجة وما بقاش فيه humans automated machines او automated tasks دي حاجة الحقيقة مش يعني ما هياش بنتاجه كويسة الحقيقة يعني فيه حاجات ممكن تبقى اوه تبقى يعني ما كانت تعملها بس لازم فيه monitoring main human لازم كل اكتيفتي تبقى pre-planned وpre-programmed مفيش اي حاجة ممكن يعملها خارج الاكتيفتيز دي ولازم يبقى carefully maintained يعني ما يبقاش فيه اي وزء منها يعني يحصل له اي مشكلة لان لو حصل فيها مشكلة مش هتشتغل النقطة النهية باسيكلي ممكن انها تقف تماما لو بعض الاجزاء بتاعيتها يعني ببساطة كده يعني ممكن ماشين دي في واحزم لحظاتها تبقى واقفة تماما ما تشتغلش خالص طبعا بتكلم عن advantage طبعا حاجات زي great force possible يعني معنى ممكن بتدي فورصة عالية يعني ممكن انا لو محتاج اشيل حاجة يعني وزنها كبير او حاجة زي كده تبقى سهلة لو انا بكلم مثلا حاجة زي كده على فرضا اللي هي ال table مثلا بتاعت ال MRI والCT ممكن نزلها لتحت مثلا ال patient جاعد عليها بعد كده تطلع فوق وتخش بعد كده جوه في الماجنت او في الجانتري بتاعت CT بحيث تدينا الصور دي لو احنا بنعملها physical activity من humans طبعا هتبقى متعبة جدا does not fatigue easily يعني ما بيحصلهاش فاتيج يعني لو بكلم عن حاجات العادية في ال range بتاع ال operation بتاع ما بحصلهاش حاجة خالص بس لو بكلم على stress الزيادة ما هيش بالبساطة دي انه يحصلها فاتيج سرعيتها اعلى بكتير الاكيروس بتاعيتها ممكن تبقى يعني اعلى بكتير جدا من ال humans بنتكلم على الميموري بتاعيتها ممكن ان هي تبقى much larger بتكلم على الميموري بتاعيتها ممكن تبقى برضو much higher يعني ممكن انا حط storage عندي مثلا زي ما بحط في ال mri مثلا يبقى عندي storage devices تخزنني بقى كميات كبيرة جدا من الحالات فدي برضو ممكنها في الماكرة والحقيقة بالنسبة لل complex problems الحقيقة يعني صعب ان هي تبقى طبعا handled بطريقة زي ال humans بس طبعا ممكن هي بشكل ما ممكن هي تبقى ايه يعني لو انا عامل برنامج سليم يعني ممكن هو يهاندل complex problems ما يحصلش فيها مشكلة لو انا بعمل حاجة repetitive طبعا بتبقى excellent بانا ماكرة ما تتعبشي basically ما لهاش اي emotional or motivational needs خالص يعني مش متعمد على العواطف ولا على الدافع ان يكون في دافع عشان يخليها تشتغل والحقيقة ممكن تعمل بعض الحاجات بطريقة simultaneous or parallel يعني ممكن تعمل parallel processing مثلا لحاجات بطريقة سهلة ما بقاش فيها اي مشكلة خالص عكس ال humans طبعا الحاجات اللي كلمنا فيها النهاردة كنا بنحاول فيها ان احنا نتعرف على ال human skills و abilities عشان نتخيل ال user بتاع الجهاز الطبي ده بيبقى يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه طبعا هنكمل على الجزء دوت في المحاضرة اللي جاية اللي هي في chapter 7 هنتكلم فيه على الجزء بتاع anthropometric measures وال biomechanics والحاجات اللي على اقبر ergonomics وطبعا الجزء هي الحقيقة مهمين جدا عشان نتعرف على ال user بتاع الجهاز بتاعنا عشان في الاخر نعمل الجهاز في متناول capabilities بتاعته عشان ما يحصلش use error القراية في الجزء دوت حقيقة بنصح ان الناس تقرأت chapter 6 بتاع recommended reference اللي فيه تفاصيل كتيرة اكتر من انا قدتها في المحاضرة ولو الناس حابت نية تختبر نفسيها في بعض الاسئلة موجودة في mcq exams على الويبسايت موسيقى موسيقى